بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حقيقة الفقرة الأخيرة من فعاليات حفل الختام أو افتتاح حفوا هو لقاء مفتوح مع السادة من المجلس التأسيسي لجامعة أوريد الدولية للدراسات العليا أعتقد أوضحنا سابقا في بعض المنشورات وبعض المنتقيات أننا في طور استحداث جامعة خاصة في البحث العلمي جامعة بحثية وهذه الجامعة البحثية تعنى بالدراسات العليا ولكن أغلب الأنشطة ستكون عن طريق الأعمال بين المقر الفعلي فعندنا مقر في إسطنبول في تركيا ومقر في المالديف ومقر في الدوحة في قطر فهذه المقرات ستعمل مع بعض لإنجاح هذا المشروع الوليد مشروع جامعة أوريد الدولية للدراسات العليا فأنا فقط سنستضيف بعض الشخصيات الخاصة بهذا المشروع العلمي الواعد طبعا تأسس المجلس التأسيسي لجامعة أوريد الدراسات العليا منذ العام الماضي ولكن بدأ بدأت أعمال المجلس التأسيسي منذ 1-1-2024 بداية هذا العام قبل سبعة أشهر تقريبا بأمر إداري كان لتشكيل المجلس التأسيسي جامعة أوريد الدولية للدراسات العليا وتضم أعضاء المجلس الشخصيات المذكورة أمامكم الآن الأستاذ الدكتور سلوان كمال جميل عبود كذلك الأستاذ الدكتور عبد الرازق مختار محمود الأستاذ الدكتور أكرم محمد زكي الأستاذ الدكتور لقاء مكي الأستاذ الدكتور داود الحدابي الأستاذ الدكتور ياسر طرشاني الأستاذ الدكتور يوسف عبد الله السويدي الأستاذ الدكتور أوس هلال الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرزاق سيد عمر الأستاذ الدكتور محمد مهر عبيد وكذلك الأستاذ الدكتور محمود سعد محمود مهدي الساهي والأستاذ الدكتور مروى محمد الباز والأستاذ الدكتور محمد الدحماني الأستاذ الدكتور عمر أبو بكر الأستاذ الدكتور عبدالله الهلالي الأستاذ المساعد الدكتور ضيف الله بن محمد الضعيان الأستاذ المساعد الدكتور أميرة زبير رفاعي سنبس الأستاذ المساعد الدكتور هند حسين عبايد وكذلك الدكتور طاها أحمد الزيدي الدكتور عبدالواحد الحسيني دكتور مريم قيز دكتور عصام شاحيد دكتور فاطمة عيسى محمد والأستاذ معد أحمد الحاكم وكانت مهام المجلس الحقيقة منذ تأسيسه أنه وضع فلسفة خاصة بهذا المشروع فلسفة الجامعة صناعة هوية خاصة في الجامعة ووضع خطة للاعتمادية وأيضاً تطوير البرامج العلمية وتصميم الهيكل التنظيمي مجلس الأمناء ورئيس الجامعة ونواب الرئيس والعمداء والكليات واعداد الخطة الاستراتيجية الخاصة بالجامعة الوليدة ووضع اللوائح التنظيمية مع هيكلة خاصة بالموقع بما يتوافق مع المعايير العالمية للجامعات البحثية وكذلك دراسة جدوى لإنشاء هذه الجامعة التكاليف والتمويل والاستدامة وجاء منالك أيضاً قرار لملف التأسيس واختتام أعمال المجلس هذا ما كان في هذا المجلس وهؤلاء العضاء الذين كانوا أسهموا في تأسيس الملف الأولي للجامعة وانغلق هذا المجلس يوم 10-5 في شهر مايو الماضي العاشر من مايو 2024 انتهت أعمال هذا المجلس وكان هناك شكر وتقدير لجميع العضاء الذين شاركوا بهذا المجلس فتقريباً حقيقة الآن سنستضيف بعض الشخصيات التي أشرفت على اللجان الفرعية لهذا المجلس هذا المجلس كان هناك رئيس لكل فقرة من الفقرات وكان هناك لجنة فرعية أشرفت على أنضاج المحور وعرضه على المجلس ومناقشته وأقراره وهكذا استمرت الاجتماعات حقيقة بدأت من 28 يناير في بداية هذا العام وانتهت العاشر من مايو شهر الخامس من هذا العام فكان هناك تقريباً أربع أشهر من العمل المتواصل والاجتماعات الدورية لعمل هذا المجلس والآن سنستضيف حقيقة بعض الشخصيات الهامة للحديث حول ما تم إنجازه وما تم إنشاءه أنا فقط أطلعكم على طبعاً كان هناك استبانة لكل محور من المحاور يتم إرساله إلى جميع أعضاء المجلس ويشاركون أما بالمقترح أو الفكرة أو التجويد أو الإقرار أو عدم الموافقة على هذا الموضوع فكانت هذه الخطة اللي خاصة بالاجتماعات كان هناك افتتاح للمجلس وفلسفة الجامعة، هوية الجامعة، خطة الاعتمادية وهكذا الأمور الخاصة في المجلس فنستضيف الآن الأستاذ معد أحمد الحاكم حقيقة يحدثنا حول الفلسفة كيف تولدت فلسفة الجامعة على ماذا تستند ما هي القيم التي على أساسها تم إنشاء الفلسفة الجامعة أريد الدولية لدراسات الأولية تفضل تفضل أستاذ معد السلام عليكم ورحمة الله تعالى عليكم السلام عليكم السلام تفضل أستاذ معد تفضل أستاذ معد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم ونصر اخواننا في فلسطين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الفلسفة الجامعة أريد الدولية للدراسات العليا أول شيء هو تم تشكيل مجلس تحقيقي كما تحدد دكتور سيف للتخطيط والإعداد لتأسيس جامعة أريد الدولية للدراسات العليا وتكون هذا المجلس من السادة الأعضاء ذكر الدكتور سيف أسماء الفضلاء هذه أسماء أمامكم ومن أجل تكوين فكرة عن الشكل الذي يجب أن تكون عليه الجامعة وتقديم المقترحات في النواحي المتنوعة التي تقوم عليها الجامعات في العالم قامت اللجنة التأسيسية باختيار أعضاء لرئاسة اجتماعات اللجنة فذكر هذا دكتور سيف وأنا أعيده فقط للتذكرة أنه كان كل فقرة من الفقرات هناك تم اختيار شخص يترأس الاجتماعات يعني هو ليس رئيس اللجنة التأسيسية والمجلس تأسيسي وإنما لترأس اجتماعات اللجنة في تلك المرحلة أو لذلك الموضوع وبناء على هذا تم اختيار بعض الأعضاء لترأس الاجتماعات من أجل تنسيق الأمور وبناء على هذا المقترح تم تكليفي برئاسة اجتماع اللجنة من أجل صياغة فلسفة الجامع فنحن من أجل أن نأخذ آراء السادة أعضاء المجلس التأسيسي تم تصميم نموذج استبانة لاستطلاع آراء اللجنة حول فلسفة الجامع وكانت الاستجابات عدد الاستجابات من السادة الأعضاء سبعة عشر استجابة فكان عندنا سبعة عشر فكرة عن فلسفة الجامع كيف تكون أو ما الذي ستكون عليه فلسفة الجامع فبعد استلام الاستبانة من السادة الأعضاء تم عقد اجتماع من أجل مناقشة الآراء المقدمة لم يستطل اجتماع الأول الوصول إلى صيغة نهائية في الموضوع وذلك لتنوع الخبرات يعني عندنا السادة الأعضاء من دول متخلفة من خلفيات علمية عفوا من دول مختلفة من خلفيات علمية متنوعة من خبرات متنوعة فكانت النقاش ما هي الفلسفة كيف تكون فلسفة الجامعة وكما هو معروف يعني لا أريد الاستطالة في هذا أنه فلسفات العالمية للجامعات كثيرة جدا يعني مئات الفلسفات ولا يمكن أن نقول أن هناك فلسفة أفضل من فلسفة وإنما كل جامعة لها فلسفة تريد أن تصل إليها تريد أن تحققها فلذلك بسبب اختلاف الخلفيات العلمية والثقافية وما شابه لم يستطع الاجتماع الأول الوصول إلى رأيه في هذا الموضوع لذلك تم الاتفاق على تشكيل لجنة فرعية تقوم بتقديم المقترحات حول فلسفة الجامعة ثم تقوم هذه اللجنة الفرعية بتقديم المقترحات التي وصلت إليها لتقديمها إلى اللجنة التأسيسية من أجل التصويت عليها وهذا ما تم حيث تشكلت لجنة من بعض أعضاء اللجنة التأسيسية أستاذ دكتور سلوان، أستاذ دكتور عبد الرازق وغيرهم أستاذ دكتور أكرم مجموعة من الفضلاء الذين تم تشكيل لجنة فرعية بهم وتمت مناقشة الفلسفات ثم وصلت هذه إلى ثلاث مقترحات تم صياغة المقترحات السبعة عشر ثم تقليصها إلى الجمع بين الأفكار والوصول إلى ثلاث مقترحات حول فلسفة الجامعة وتمت الدعوة إلى اجتماع ثاني من أجل الوصول إلى صياغة نهائية لفلسفة الجامعة وهذا الاجتماع الثاني الذي عقد تمت فيه مناقشة المقترحات الثلاثة ثم تم التوصل إلى صيغة نهائية لفلسفة الجامعة تريد الدولية للدراسات العليا وطبعا هذه المقترحات الثلاثة لم توقع كما هي علي فبعد المناقشة بالاجتماع الثالي تم تعديل للوصول إلى الصيغة النهائية هذه الصيغة النهائية تم رفعها لرئاسة المنصة وإلى رئاسة الجامعة وتم صدور قرار اعتماد فلسفة الجامعة هذا هو قرار الاعتماد الذي صدر من الجامعة عفوا من الرئيس التنفيذي لمنصة أوريد باعتماد فلسفة جامعة أوريد الفلسفة هي تؤمن جامعة أوريد الدولية بقيم نشر العلم والمعرفة في المجتمعات من أجل إعمار الأرض وجعلها بيئة صالحة لكل إنسان وتحصيل العلوم من خلال البحث العلمي والتطبيقات الرقمية والدراسات البينية والمبادرة والابتكار وتزويد سوق العمل بالمتخصصين الذين يمتلكون الكفاءة وأحدث المعلومات والمهارات العلمية والتقنية والإدارية لمواجهة التحديات العالمية المعاصرة وتحقيق التنمية المستدامة للبشرية جمعا هذه طبعا فلسفة الجامعة التي تم اعتمادها وإقرارها أنا لا أريد أن أطيل بشرح الفلسفة باعتبار أن هناك كثير من المتحدثين بعدي من الفضلاء حتى ننتح لهم الوقت خصوصا بعد سيكون الأستاذ دكتور سلوان يشرح هوية الجامعة وهوية مفردات هوية الجامعة كثيرة فربما يحتاج إلى وقت أكثر لتوضيح تلك النقاط لكن ما أريد أن أقوله أن هذه الفلسفة قد تكون فلسفة شاملة جامعة يعني باعتبار أنه في المستقبل لن تكون هناك مشكلة في استحداث أي تخصص أو في استحداث أي قسم جديد أو أي كلية جديدة في المستقبل باعتبار أن هذه الفلسفة هي فلسفة شاملة وجامعة يمكن أن يدخل تحتها أي تخصص من التخصصات العلمية بعد أن تمت الانتهام من صياغة فلسفة الجامعة تم الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي تحديد هوية الجامعة وقد تم تكليف الأستاذ الدكتور سلوان العاني برئاسة اجتماع المجلس التأسيسي لمرحلة تحديد هوية الجامعة وسيتفضل الدكتور سلوان جزاء الله خير بتوضيح هذه الأمور إن شاء الله أنا هذا ما عندي وأترك الوقت لبقية المتحدثين شكرا لكم جزاكم الله نعم شكرا جزيلا أستاذ معاد أحمد الحاكم على ما تفضلته به الآن نستضيف الأستاذ الدكتور سلوان العاني للحديث حول موضوع هوية الجامعة اللي هي تشمل القيم وكذلك باقي الأمور متعلقة بالرسالة والأهداف والشعار النصي تفضل بروف سلوان دكتور سلوان دكتور سلوان لا يوجد صوت إذا متفتح اللاقة الصوتي رطفا الآن نعم نسمع عليكم السلام تفضل عليكم السلام نحن صارنا ساعتين ننتظرك دكتور سيف ما تنتظرنا دخل فين نعم تفضل السلام عليكم الله يحفظك عليكم السلام شو صحة أياك الله يا أهلا مرحبا أشكرك على الجهد اللي تفضلت به والمحاضرة القيمة أشكر من بعدك الأستاذ معاد الحاكم على الجهد اللي يتفضل به الحقيقة العمل في المجلس التأسيسي لجامعة تريد دولية للدراسات العليا أحطيت حضرتك عليها مقدمة لم يكن الطريق واضح في البداية لأنه الأفكار كثيرة مثل ما تفضل أخي العزيز أستاذ معاد وكانت مناقشات يعني تشمل أدت تخصصات في هذا المجلس مجلس التأسيسي ألمية وإنسانية وتربوية واجتماعية فكانت هي عبارة عن خليط وتفاعل لكل هذه الآراء والمدارس العلمية والخبرات طبعا كل أضو من أعضاء المجلس الاستشاري أو التأسيسي كان هو مدرسة في حد ذاته فلذلك لم يكن سهل يعني ليس لدينا قوالب جامدة أو جاهزة لوضعها في هذه الجامعة فكانت هي عبارة عن مخاب الحقيقة واستفادين من الاجتماع الثاني اللي رأسه الأخ أستاذ معد لأنه شفنا أنه هذه الطريقة يعني أنا سأتكلم الآن عن هوية الجامعة شفنا أنه خلال الاجتماع الثاني اللي تفضل به وطرح فكرة الفلسفة أنه ليس سهل خلال ساعتين أو أكثر أن تستطيع أن تخرج بصياغة للهدف المرجو من ذاك الاجتماع فطرحنا مقترح يعني كأعضاء في هذا المجلس أنه أسلوب المناقشة والمناقشة تكون على أساس بداية من الفلسفة الجامعة وبقية فقرات تأسيس الجامعة في الأسابيع اللاحقة لأن كان اجتماعه أسبوعيا الأسبوع هو فقط مجرد أعطاء فترة للأضو الذي سير رأس الاجتماع أن يحضر نفسه مع من يرى مناسبا في المجلس مجلس التأسيسي فاخترحنا أن يقوم الرئيس المكلب برئاسة اللجنة الفرعية بتأسيس لجنة فرعية يختصين من ثلاثة إلى أربع أضاء لكي يختاروا نماذج من إجابات العضاء اللي سيطرحوها أبر الاستبيان اللي تفضل عليه أستاذ معهد وستاذ دكتور سيف وهذا اختيار الأفضل فحتى نعرف ما هي اختصاصات الجميع تم تعديل استمارة المعلومات الخاصة بالأعضاء وضفنا إلى التخصص لكل أضو حتى نستطيع أن نستفيد استفادة من المصادر الريسورس الموجودة في هذا المجلس فالاجتماع اللي انتهى كان يأخذ فترة طويلة وآراء مختلفة إلى أن تم تشكيل لجنة فرعية بعد الاجتماع وقرت عرضة الصيغة النهائية اللي تم الاتفاق عليه فيما يخص هذا أستاذ معهد أما المجموعة والفقرة اللي تم تكليفي بها وهي هوية جامعة الريد الدولية فكان تتضمن الرؤية والرسالة والأهداف والقيم والشعار والطموح فأول ما نفذنا الفكرة أنه تم اختيار رجلة فرعية طبعاً هم كلهم أعضاء زملاء وعزاء ولهم يعني كل التقدير والاحترام لكن لجب أن نستفاد من هذه الخبرات فطلبنا ورجونا الأستاذ دكتور عبد الرازق والأستاذ دكتور أكرم وإستاذ معد طبعاً بوجود دائماً لأخرج دكتور سيف وهو موجود دائماً معنا لكن في بعض التخصصات نحن نحاول أن نخرج بصيغة تكون مقبولة حتى هذه الصيغة من وين تأتي من ما كتبها بقية الزملاء فنختار من أدها أفضل الممارسات يعني best practice اللي هما طرحوا بقية العضاء هما هذه اللجنة الفرعية تختاروا الأفضل بمناقشتها مع الرئيس المكلف لذلك التخصصة ولذلك الهدف المطلوب ثم يعرض في الاجتماع اللاحق فهذا الكلام ما بين 9 إلى 16 في الشهر كان العمل مع هذه اللجنة الموقرة الفرعية وعرضت أفكارها وتم بعض التعديلات عليها من قبلي وعرضتها في المجلس في الاجتماع المجلس السيسي اللاحق اللي هو كان يوم الجمعة 16-22-24 في هذا اليوم طبعاً نحن نجتمع ساعة أربعة أو ساعة أربعة يوم يعني يوم جمعة ويوم ساعة أربعة يوم تقيقة هو يوم للراحة يعني هو اسمه يوم للصلاة ويوم للتفرغ العاية لكن احنا تجاوزنا هاي الأمور كلها وشفنا أنه المهمة المطلوبة منا والهدف كبير ترفعنا عن هذا الموضوع وكانت المناقشات تستمر ساعتين أو أكتر رغم أنه احنا قد اختارينا يعني معالم الطريق الأولي للأخوة اللي سيناقشون الفقرة المطلوبة في ذلك الاجتماع فعلى أساس هذا الكلام تم تحديد المنهجية أنه ناطلاع على كل المشاركات بدون استثناء من خلال ما يطرحوه في استبياناتهم أو الاستمارة الخاصة بذلك ونضع نموذج يحاول أن يجمع ويوفق الأفكار بما تتوافق مع فلسفة الجامعة لأننا فلسفة الجامعة أصبحت عندنا واضحة يعني الخطوة الأولى اللي بناها الأستاذ معد يجب أن نستفاد منها حتى نبني عليها الرؤية والرسالة وهوية الجامعة فهذا كان التوجه أو هذه المنهجية في العمل كان هدفنا الأساسي هو أو قلن نقول عملنا فلسفة الجامعة وأهداف المنصة اللي معروفة اللي معروفة لمواكب المنصة واللي منشورة على موقعها بحيث أنه من حقق صياغة علمية تكون ليست بعيدة عن الأهداف اللي إحنا بنيناها واللي تبنيناها كمنصة علمية دولية طبعا قبل ما أتكلم عن هذه التفاصيل اللي هي كيف إحنا نبني القيم المقترحة وفقا لفلسفة الجامعة اطلعنا على جامعات أخرى حقيقة طلعنا على جامعات عراقية ومصرية وخليجية بحيث أنه لا يمكن الإنسان يعمل من فراغ لا بد أن يعمل بما قدموا آخرين بحيث أنه نستطيع أن نوصل في هذه الفكرة أو هذه الفلسفة إلى شيء يعني أكثر يخدمنا في مسائل في مسائل الوضع خارطة الطريق فبدئنا بالقيم المقترحة وفقا لفلسفة الجامعة وتم الاتفاق على ست نقاط أمامكم معروضة اللي هي أن تكون القيم المقترحة هي الأمانة والنزاهة والأصالة والمعاصرة التجرد والعدالة الرياضة والابتكار الجودة والإتقان والمسؤولية المجتمعية هذه قيم الجامعة اللي بناها وفقا لفلسفة الجامعة وفلسفة المنصة وما تؤمن بالمنصة الرؤية المقترحة وفقا لفلسفة الجامعة هي جامعة أن تكون جامعة أريد الدولية للدراسات العليا جامعة مبتكرة رائدة دوليا تسهم في بناء الإنسان وإثراء مجتمع المعرفة الرسالة المقترحة وقا لتلك الفلسفة هي تقديم برامج أكاديمية عالية الجودة وأكرر أنه هذا عبارة عن تفاعل لأفكار كثيرة ومناهج كثيرة لجامعات سبقتنا في العمل وفي الإنتاج وفي السمعة فاخترنا من عدى ما وجدناه مناسب في ذلك الوقت وهو تقديم يعني جامعة رسالتها تقدم برامج أكاديمية عالية الجودة نتكلم عن دراسات عليا طبعاً وتوفير بيئة علمية ومجتمع علمي يلتزم بالبحوث الرصينة والدراسات البينية اللي ذات صلة بالتنمية المستدامة وهذا الكلام نتكلمه أنا شرت إلى في كلمتي تعرفت ما هي التنمية المستدامة ودور الجامعات فيها والتقدم المعرفي وطبعاً تعزيز القيم اللي تجسدها فلسفة الجامعة وإعداد إجيال وهذا أمننا إن شاء الله أن نؤدي هذه الرسالة أو الجامعة تؤدي هذه الرسالة إعداد إجيال من الخريجين قادرين أن يتعاملون مع تحديات المستقبل اللي هي كثيرة ومتسارعة وأن يساهمون إسهام إيجابي في أن تحقق اهتياجات الأمة وطموحاتها هذه هي الرسالة المقترحة وفقاً لفلسفة الجامعة الأهداف المقترحة الارتقاء بنوعية وجودة التعليم والتعلم طبعاً تطوير مخرجات العملية التعليمية والنواتج التعلم توفير بيئة تعليمية وبحثية وتدريبية محفزة للتميز والابتكار هذا طبعاً أفكار الجامعات يفترض أن تكون في القرن الحادي والعشرين تهيل خريجين أكاديمياً وتربوياً في ضوء معايير وقيم إنسانية متوازنة أو معتدلة تحقيق تميز والرياضة والإيجادة في البرامج الأكاديمية المتنوعة بما يرتغي بالمجتمعات وجودة حياناً مو بغض نضع برامج تعليمية وأكاديمية يجب أن نكون متميزين في تحقيقها يعني في إيصالها وفي تبنيها من قبل الأجارة التي ستتخرج من هذه الأجارة أن تقوم أيضاً جامعة بدعم البحث العلمي وهذا رسالتها لأنه يفترض جامعها بحثية أن تعمل على دعم البحث العلمي والدراسات البينية التي أشرنا إلها والتكامل المعرفي والتعليم الرقب وهذا هو توجه العالم الآن بناء شبكة من العلاقات تعزز المسؤولية الاجتماعية والتعاون الدولي والشراكات الأكاديمية والبحثية تحسين أدوات القياس وتقويم الأداء وهذا شيء ضروري لمراقبة أداء الجامعة وتطويرها إذا ما تخضع لهذا الشيء ستكون فقط كلاسيكية أو رتيبة في برامجها اعتماد التطوير المهني المستمر للمجتمع الجامعي الطموح طبعاً الطموح أن تكون هذه الجامعة نموذج رائد في البحث العلمي هذا من وين يأتي هذا طلبة سيدرسون مايستير ودكتورة يجب أن يولدون بأبحاثهم ورسائل رسائلهم الجامعية معرفة جديدة في تخصصاتهم التخصصات ستتبنىها الجامعة سينتج عنها رسائل وسيكون هناك أيضاً مجتمع للبحث العلمي ليس بقط رسائل الدراسات العلية إنما تحريك وتسريع للبحث العلمي وطبعاً يتخلل الإبداع تكار نحن ما نكون كلاسيكيين في عملنا دائماً متطورين مع حاجات المجتمع ومع التطور العلمي والتكنولوجي في العالم وأن نكون شريك فاعل للمؤسسات الأكاديمية والبحثية المتميزة على مستوى العالم يعني لا نطمح لقد أن نبني إعلاقات أقليمية وحتى عربية لا نتوسع للعالمية إذا ما إن شاء الله الله وفقنا في تنطلق هذه الجامعة انطلاقة وموفقة إن شاء الله لكي تحقق أو تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتواكب التطورات العلمية والتقنية الشعار النصي طبعاً هناك كثير من المخترحات كانت حوالي تسع مخترحات لكن نرتين أنه لا يوجد يعني ضرورة سريعة لوضع هذا الشعار النصي ممكن أن يكون قبل انطلاق الجامعة بفترة فتم تأجيل المخترح وتحديده لاحقاً حقيقة هذه مجملة للأمور طبعاً هذه في اجتماع واحد تم إقرارها هذه الأمور بعد ما استفادينا من الوقت وأمنا بمنهجية واستفادة من الوقت واستفادة من الخبرات التي طرحوها الزملاء ضع المجلس التأسيسي واللجنة الفرعية قدرنا أن نتوصل لهذه النتائج في اجتماع واحد واعتمدنا وتم اعتماده هذا كان يمكن يوم 16 شباط فبراير يوم 19 سيد سعادة المدير التنفيذي سصدر قرار باعتماد هذه الهوية للجامعة وتم اعتماده وما بعدها بدأت الفقرات الأخرى بالتسلسل أن لنا تطرق لها لأنها لها رؤساها ومن عدوا لها ومن قدموها بشكل أيضاً مميز أكتفي بهذا القدر وأرجو التوفيق لهذه الجامعة الوليدة التي هي نتاج لعمل ليس فقط المجلس التأسيسي إنما هي دعم الباحثين منذ الأيام الأولى لتأسيس المنصة عام 2016 وهذا يفترض أحد نتاجاتها وأحد ثمرات عملها أن نصل بهذه الجامعة لترى النور وتكون تخدم باحثين على مستوى الوطن العربي والعالم ومن الله التوفير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكراً جزيلاً بروف سلوان العاني على ما تفضلت به من عرض لهوية الجامعة وأقسامها ورؤية ورسالة وأهدافها وننتقل الآن إلى الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرزاق سيد عمر الحديث عن استراتيجية التي تم دراستها ووضعها وهو ترأس الأستاذ الدكتور أحمد ترأس لجنة خاصة لموضوع الاستراتيجية فليتفضل مشكوراً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً سعادة الدكتور بارك الله فيك دكتور كرم أو لطفاً ممكن تعطيني أرفع الخطة كرم أو لطفاً نعم تفضل ممكن تعمل مشاركة للشاشة أعتقد حضرتك كوهوست فممكن تعمل مشاركة للشاشة وتستعرض الملف من عندك نعم تفضل تم عرض الخطة لا فيه زر باللون الأخضر شير سكرين لو تضغط عليه ثم تعمل الآن تم عرضه بتصور لا لا يظهر شيء الآن لا يوجد شيء أنا لا أشاهد العرض الآن دكتور هل الخطة ظاهرة عند الجميع؟ خطة جامعة تريد لا دكتور خطة غير موجودة دكتور ما يكتبون بالتعليقات ظاهرة ظاهرة طيب في زر دكتور باللون الأخضر شير سكرين لو تضغط عليه أوكي أوكي أكيد سهم لفوق على المضغف عليه الظاهر اضغط عليه ثم اضغط على سكرين الآن نعم تفضل مش الحال دكتور نعم الآن مش الحال نعم تفضل طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للرب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أوقاتكم بكل خير جميعاً طبعاً أصحاب المعالي وأصحاب السعادة زملائنا الحضور زملاء أعضاء المجلس التأسيسي لجامعة أريد الدولي للدراسات العليا طبعاً انطلقت الجامعة في عملياتها التطويرية من خطة استراتيجية محكمة من أجل أن نؤطر عملنا وننظم سير هذا العمل طبعاً تم تكليفي من قبل سعادة الدكتور الرئيس التنفيذي الدكتور سيف أبو يوسف برئاسة لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة وتم اختيار فريق عمل مؤهل وكلهم خبرات في هذا المجال وكلهم كوكبة في هذا العمل لذلك تم اختيار طبعاً الدكتور سعادة الدكتور الأستاذ الدكتور عبدالرساق مختار والأستاذ الدكتور عصام محمد محفوظ والأستاذ الدكتور محمد ماهر والأستاذ الدكتور عبدالوعد حسيني وتم اختيار هذا الفريق وجلسنا عدة جلسات وجلسات ميدانية على مدار كل يوم طبعاً احنا اجتماعنا المجلس التأسيسي لجامعة أريد الدولية للدراسات العليا كان كل جمعة الساعة الرابعة متما تفضل الدكتور زميلي وبعض الدراسات وبعض اجتماعات طبعاً خرج المجلس التأسيسي لجامعة أريد للدراسات العليا ببدايات المجلس 24 زميل الكوكبة من أعضاء هيئة التدريس لديهم خبرات واسعة على مستوى الجامعات العالمية وكان دوري اعداد خطة استراتيجية لجامعة أريد الدولية في هذا المجال في هذا المجال وعرضنا عدة أمور طبعاً لا يخفى علينا أن اعداد خطة استراتيجية لأي جامعة تطلب تحليلاً شاملاً للعديد من الجوانب والنواحي طبعاً من أجل ماذا لضمان تحقيق الأهداف الأكاديمية والتنموية والاستدامة عملنا على اعداد نموذج خطة بالاتباق مع فريق العمل طرحنا موضوع المقدم بعدما شكلنا الفريق قمنا بعمل اعداد بهذه الخطة تحديد هوية الجامعة من خلال الرؤية والرسالة والقيام والتحليص وطرحنا مواضيع قيمة جداً إضافة إلى النمازج نموذج رقم واحد تنظيم جمع المعلومات الداخلية النمازج وجداول يعني قمنا بعمل كبير جداً لوضع هذه الخطة الاستراتيجية النظرة الشاملة عما تقوم بهذه المؤسسة التعليمية الأكاديمية من خلال الجامعة وإداراتها ووحداتها وحداتها كلنا نعرف رؤية الجامعة لابد من رؤية من خلال تحديد الرؤية المستقبلية لهذه الجامعة وتسعى لتحقيقه برضو وضعنا رسالة الجامعة المهمة الميشن الفيجن والميشن إضافة إلى قيم هذه الجامعة من خلال تجويد العملية التعليمية والتعلمية والمصداقية والشفافية ومن خلال وضع الأهداف العامة التي نسعى لتحقيقها من خلال فريق العمل برضو قمنا بعمل تحليل الوضع الحالي لسوات إنالسيس من خلال نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات وتحليم ما يميز هذه الجامعة وما يعزز من قدراتها على تحقيق هذه الأهداف سواء كانت أهداف بعيدة الأمد أو أهداف قصيرة الأمد طبعا عالجنا موضوع ما هي نقاط قوتنا ما هي نقاط ضعفنا من خلال تحديد المجالات التي تحتاج إلى تعزيز وتحسين ومن خلال الفرص ومن خلال التهديدات الممكن دخول منافس مؤسسة تعليمية جامعة ممكن تنافسه لكننا لابد أن نتميز عن باقي الجامعات من خلال لدينا منتجات تعليمية يونيك فريد من نوعها وهذا من صفات مشروع يعتبر هذا المشروع مشروع كبير جداً مشروع الجامعة مشروع جامعة أريد الدولية للدراسات العليا مشروع فعلاً كبير على مستوى الوطن العربي وضعنا أهداف استراتيجية بنينا الأهداف الاستراتيجية من خلال كما ذكرنا استوقات القوة والضعف من خلال وضعنا أهداف أكاديمية فصلنا ما هي أهدافنا الأكاديمية من أين تنطلق هذه الأهداف الأكاديمية هذه المؤسسة العريقة هذه المؤسسة من خلال تحسين جودة وتشويد عملية التعليم والبحث العلمي نحن نعرف لا يخفى لا يخفى عليكم أصحاب الخبرات كلكم في هذا المجال وفي هذا الحيز وفي هذا الفغل أن وظيفة الجامعة كان سابقاً وظيفتين اليوم أصبحت ثلاث وظائف كانت وظيفة التعليم ووظيفة البحث العلمي الثانية والوظيفة الثالثة المسؤولية المجتمعية أصبح مسؤولة اجتماعية وعقد شراكات ومبادرات مع المجتمع لذلك انطلقنا بالأهداف الأكاديمية وانطلقنا بالأهداف الإدارية لابد أن يكون هناك تكامل نتكامل دائماً عمل التكامل يعني العمل الأكاديمي لا يكفي لوحدي لابد من أهداف إدارية من خلال تعزيز تعزيز الدور الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة برضو الأهداف المالية تحقيق الاستدامة وضعنا طبعاً مع زملائنا أعضاء المجلس التأسيسي لهذه الجامعة العريقة الدولية جامعة أريد الدولية براسات العليا طبعاً هذا العمل على مستوى على مدار الأسبوع في هذه الاجتماعات إذن أهداف مالية تحقيق الاستدامة أهداف مجتمعية حققنا الدور الثالث أو الوظيفة الثالثة لهذه الجامعة وضعنا خطط عمل من خلال التعليم والتعلم ما هي التعليم والتعلم من خلال تطوير البرامج الأكاديمية وتعزيز هذا العمل وتعزيز الابتكار طرحنا مواضيع الابتكار وريادة الأعمال وتحسين بيئة العمل بردو طرحنا موضوعije البحث العلمي منظومة المحص العلمي تعزيز البحث العلمي خلال توفير الدعم بردو طرحنا موضوع التطوير المهني المستمر البدي التطوير المهني المستمر لأعضاء هيئة التدريس للكادير الإداري بردو طرحنا موضوع الخطط العمل وضعنا خطط العمال على مجال الشراكات والتعاون والمبادرات بناء علاقات قوية مع مؤسسات أكاديمية شراكات محلية وأقليمية ودولية حتى نعزز موقف هذه الجامعة وتكون قبلة لكافة طلاب وطالبات الوطن العربي وحتى على مستوى الطلاب وطالبات دول العالم حتى تكون طبعا قبلة العلم والتعلم طبعا موضوع متابعة وتقييم الأداء وضعنا موضوع في الخطة الاستراتيجية موضوع عملية المتابعة والأداء من خلال مؤشرات نقيس الأداء ونحن نعرف الإدارة كون خبراء في الإدارة والاقتصاد في قاعدة إدارية ذهبية ما لا يقاس لا يمكن إدارته لذلك وضعنا مقاييس معينة مؤشرات أداء معين لمتابعة التقدم نحو تحقيق الأهداف وهذا بيكون بشكل دوري الإنتاجية من خلال الجودة توجيه العمل ثم وضعنا موضوع الموارد والبنية التحتية الموارد من خلال الموارد البشرية من خلال تطوير الكفاءات واستقطاب واختيار وتعيين أعضاء هي التدريس أصحاب مؤهلات وخبرات كبيرة جداً سيتم استقطابها على مستوى العالم برضو موضوع الموارد المالية إدارة الموارد المالية بكفاءة وفعالية نقطة الثالثة البنية التحتية من خلال تحسين تطوير البنية التحتية برضو وضعنا موضوع الاستدامة طرحنا وناقشنا كأعضاء مجلس تأسيسي لهذه الجامعة العريقة جامعة أريد الدولي للدراسات العليا وضعنا موضوع الاستدامة بحسنا الاستدامة من خلال البيئة والاجتماعية البيئة من خلال تعزيز الاستدامة في البيئة في كافة أنشطة الجامعة من خلال تحقيق الأثر الأثر الاجتماعي الإيجابي من خلال مشاريع مجتمعية بحسنا موضوع الالتزام الالتزام الإدارة الالتزام الجودة وضعنا موضوع جداول زمانية محدد إذن بحثنا موضوع تحليل بيئة الجامعة كما ذكرنا بحثنا ملخص لما جاء طبعا لا نستطيع أن نقول التفاصيل ولكن نحن نقاط وقفنا عليها عرجنا عليها تحليل بيئة الجامعة تحديد الهوية السمعة تحديد الخيارات الاستراتيجية تحديد الأهداف العامة وتحديد الأهداف الفرعية وما هي المشاريع والمبادرات والشراكات التي سوف تعقدها الجامعة مع جامعات ومؤسسات العالم فدرسنا الوضع الحالي التقييم القبلي تحديد الاتجاه مسح البيئة السيرفي درسنا موضوع البنش ماركين من خلال المقارنة مع الجامعات على مستوى المحلي وعلى مستوى الإقليمي وعلى مستوى الدولي جامعات ماليزية جامعات عربية جامعات أمريكية جامعات بريطانية حتى نحدد معالم الطريق خارط الطريق لذلك دخلنا في الوضع الحالي ثم الهدف ثم الأولويات أين نحن الآن أين نريد أن نكون نعرف الأسئلة الاستفهامية الستة في وضع خطة استراتيجية لابد أن نعرف أين نحن الآن أين نريد أن نصل وأن نكون بماذا نبدأ بماذا وكيفا وما هي الأدوات وأين ومتى طبعا عملنا استبيانات استطلاعات رأي حددنا الخيارات درسنا إدارة الأداء حللنا خلصنا بنتائج قيمة جدا ما يخص كل الشؤون الأكاديمية والشؤون التعليمية وبيئة العمل والطلاب كان محور الطلاب هو الجانب الأقوى نحن نعرف الحلقة الأقوى في الجانب التعليم هو الطالب كلنا نعرف أننا في ربعية التعليم ربعية التعليم عضو هيئة التدريس المعلم اثنين الطالب أو الطالبة ثلاثة المنهاج أربع المؤسسة التعليمية والحلقة الأقوى هو الطالب كان الاعتماد والهدف هو الطالب يجب أن نخرج بمخرجات لذلك ده طرحنا موضوع في القطة الاستراتيجية الابتكار وطرحنا موضوع ريادة الأعمال أصبح حاليا كل الجامعات لديها مراكز ريادة الأعمال حتى يتم استقطاب المواهب من الطلاب ودعم هؤلاء الطلاب على مستوى العالم من أجل أن نحقق القيمة الكبيرة لهذه الجامعة من خلال مخرجات عملية تعليمية ونواتج أهم شيء عملية مخرجات العملية التعليمية ونواتج العملية التعليمية والتحصيل العلمي حتى نثبت هوية هذه الجامعة من خلال رؤيتها من خلال رسالتها من خلال قيمها ومن خلال أهدافها العامة والأهدافها الخاصة لذلك وضعنا مصفوفة اتساق لابد أن يكون هناك اتساق وأهداف الكليات كلها من خلال العمل الموحد من خلال تقطير هذا العمل طبعا الكلام يطول طبعا نحن عم نحكي خلال هالربع ساعة طبعا كلام عن سنة شغل سنة تقريبا ولكن حبينا نحن نضعكم بالتصورات والمرئيات التي تم العمل عليها من خلال فريق عمل كبير جدا جدا من علماء وباحثين على مستوى الوطن العربي من خلال وضع أهداف استراتيجية على مستوى جامعة عريقة مثل جامعة وريد الدولي الدراسات العليا طرحنا المشاريع طرحنا المبادرات طرحنا المؤشرات أداء جداول الزمانية طرحنا كل شيء يقوم على نجاح العملية التعليمية وتجويد العملية التعليمية على مستوى الوطن العربي وشكرا لكم ما رح ناخد وقت أكثر من اللازم وشكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرزاق سيد عمر على ما تفضلت به بما يخص موضوع الخطة الاستراتيجية للجامعة وجهودكم القيمة يعني في هذا الإطار ننتقل الآن إلى الأستاذ الدكتور عبد الرزاق مختار محمود ليحدثنا عن البرامج العلمية الخاصة بالجامعة وما قامت به هذه اللجنة التي ترأسها فضيلة البروف عبد الرزاق تفضل دكتور شكرا شكرا دكتور سيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم شكرا دكتور سيف وشكرا لكل الأستاذة الأكارم على هذا المحفل المتميز من بدايته وأعتذر للأستاذة اللي معنا من يعني اقتربنا من أربع ساعات فهنحاول بقدر الإمكان سريعا كده طبعا يعني قصة جامعة أريد لم تبدأ من من المجلس التأسيسي يمكن الفكرة بتراود كل المنصة بالذات الجيل الأول من بدل ونفكر في فكرة جامعة أريد وإزاي أن نستفيد من هذه الطاقات المتميزة ولكن كعادة المنصة في كل أعمالها أن الأعمال لا تخرج إلا للنور إلا بعد الإمضاج وتوافر البيئة المهيئة لخروج العمل بكفاء يمكن تكليف الهيئة الاستشارية العليا في بداية العمل الماضي بدأنا بالنقاش مع الدكتور سيف وبعض الزملاء أن نحن نحاول ننضج هذه الفكرة وأعتقد البيئة أصبحت مهيئة وعندنا أكتر من 120 ألف من العلماء والخبراء والباحثين من مختلف البلدان فالفكرة يعني أصبح فيها شيء من الواقعية أن هي قابلة للتنفيذ فتم تشكيل لجنة في الهيئة الاستشارية العليا من برئاسة الأخ العزيز الأستاذ دكتور محمد عباد ومعها الأستاذ دكتور محمود سعد والدكتور عصام مشحيد يمكن اللجنة شكلت في يوليو 23 وستمرت واستمرت هذه اللجنة عدة شهور واجتمعت أكتر من مرة وعرضت المنتج بتاحها على الهيئة الاستشارية العليا وناقشنا ذلك في اجتماعات كثيرة وساعات طويلة أول مناضج هذا المخرج تم تسليمه لإدارة المنصة للبدء بالخطوات الفعلية لإنشاء الجامعة وأولى الخطوات الفعلية كانت تشكيل هذا المجلس التأسيسي اللي فعلا شكل من مجموعة أكثر من رائعة وأكثر من متميزة متعددة التخصصات متعددة البلدان والدرجات العلمية زي ما حضرتكم تفضلت ورأيتم هذه اللجنة هنبدأ في الحديث الخاص بالكليات طبعا يمكن تم الاستفادة من وإحنا في اللجنة الإنشاء والبرامج تم الاستفادة من كل السابق من فلسفة الجامعة ومن الرؤية والرسالة والقيم والأهداف والتصور للخطة الاستراتيجية على فكرة بعض اللجان يعني مش انتهى عملها أقبل ورعملها وبعض اللجان مفتوحة إلى الآن ومستمرة في العمل زي لجنة الأستاذ دكتور أحمد عبد الرزاق ولجنة البرامج واللجان التالية اللي هتسمع عنها إن شاء الله في بعض اللجان مفتوحة ومستمرة ومازال العمل فيها مستمر لأن طبيعة العمل تتطل باستمرار يمكن السؤال اللي أنا بتشوفه في الشات باستمرار إيه هي الكليات وإيه هي البرامج في ضوء الرؤية الرسالة وفلسفتها وأهدافها حاولنا بقدر الإمكان نحن نضع لنفسنا مجموعة من المنطلقات نحدث في ضوء هالكليات اللي احنا نشتغل عليها أولا بداية تكون الكلية مميزة مميزة في مسماها ومميزة في برامجها تكون بتشمل طيف واسع من من التخصصات البرامج بتكون قائمة على البينية يعني لما هنيجي هنتكلم بعد لحظة في الكليات يمكن يتضح هذا الأمر إن احنا نحاول بقدر الإمكان وحاليا تقريبا يعني معظم الدراسات ومعظم الجامعات وربما في جامعات كاملة قائمة على الدراسات البينية وتشبيك أكبر كم من التخصصات الفائدة لطبيعة التحديات اللي بنعصرها في الوقت الحاضر موضوع التفرد والدراسات يعني متخصصة آه مطلوب التخصص ولكن التشبيك مع الدراسات الأخرى والاستفادة من أطراف العلوم المختلفة والخروج بخريج أو معد في الدراسات العلية يكون ملمة بأكبر من أكتر من تخصص ده مفيد في سوق العمل أيضا الكلية من مؤشرات إنشاءها أن يكون عندنا الكوادر لها في المنصة وإحنا الحمد لله عندنا هذا العدد الكافي عندنا أكتر من 120 ألف وطبعا الجامعة ليست منغلقة على أعضاها على الإطلاق من أهداف أنها تكون جازبة لكل الراغبين في الانضمام لها إن شاء الله سواء كان في كوادرها الإدارية أو في التدريس أيضا الاستفادة من الإمكانات نحاول بقدر الإمكان وإحنا بننشئ الكلية عيننا على الإمكانات المتاحة في المنصة زي ما أتفضل لأستاذ الدكتور سيف أن عندنا الحمد لله هذا الزخم من السنوات أتاح للمنصة بيئة إلكترونية وبيئة على الأرض يعني في مشروعات على الأرض وفي مقارات في قطر وفي الجامعة العراقية وفي تركيا وفي ماليزيا وفي لندن في مجموعة من المقارات برضو وإحنا بننشئ الكليات عيننا على هذه المقارات أيضا المخاطبة أكبر كم من الشرائح لجاذبة أكبر كم من الطلاب وده هيحققوا الدراسات البينية اللي احنا نتكلم عنها بعد بعد لحظات في ضوء ده يعني تم العمل على توزيع استبانة كفلسفة كل اللجان الفرعية الموجودة في المجلس التأسيسي على كافة الأعضاء وكانت الاستجابة تقريبا يعني كبيرة إلا تكن مية في المية ونتاج هذه الاستبانة وهذه الأفكار وهذه الاجتماعات تم إعطاء الأولويات لهذه الكليات الجامعة مهيئة أن هي تبدأ بهذه الكليات جميعا أو تبدأ بأربعة أو بستة أو بالتمانية ده لسه أمر سابق لأواني أول كلية من الكليات هي كلية العلوم الصحية البرامج اللي داخل كل هذه الكليات هو الأمر اللي ممتد واللي مستمر واللي احنا بنشتغل فيه حاليا أنا هنضرب مثال بعض لحظة بكلية العلوم التربوية المتكاملة وإيه البرامج المقترحة اللي احنا ممكن نشتغل عليها أيضا في العلوم الصحية أو كل الكليات التالية هنحاول بقدر الإمكان من خلال الجامعة أن هذه البرامج تكون برامج نوعية برامج متميزة وبرامج قابلة للتنفيذ في هذه البيئة سواء كان بشقها الحضوري يعني محتمل أن يكون فيه جزء حضوري بطريقة ما أو بآلية ما أو بشراكة مع جامعة من الجامعات الشريكة أو الجزء الأكبر طبعا بيكون عن طريق الدراسة الإلكترونية أو الالباين البرامج اللي داخل هذه الكليات تكون ملائمة لهذه يعني وإحنا في داخل كليات العلوم الصحية التخصصات بالتأكيد مش هتبقى تخصصات تقليدية كلاسيكية تتطلب معامل وتتطلب مستشفيات وتطلب لا هنحاول بقدر الإمكان أو الجامعة تحاول بقدر الإمكان أن هي تاخد برامج وتخصصات مفيدة وسوق العمل المحتاج هو في نفس الوقت نوعية وقابلة للتنفيذ وهكذا في كلية الهندسة والتكنولوجيا وهكذا في كلية العلوم الأساسية والتطبيقية وكلية الزكاء الاصطناعي من اهتمامات المنصة في العامين الماضيين الاهتمام بالزكاء الاصطناعي وفي زخم وفي كوادر وفي وقف للزكاء الاصطناعي وأنا أعتقد أنها تصبح من النقاط المضيئة في هذه الجامعة كلية الزكاء الاصطناعي دي يمكن كانت الكليات التطبيقية أو الكليات العلمية إنجاز المسمى التالي دي كليات إنسانية واجتماعية طبعا كلية الشريعة والدراسات القانونية أيضا البرامج اللي داخلها مش هتكون برامج كلاسيكية أو تقليدية أيضا كلية العلوم التربوية المتكاملة يعني يمكن المقترح في بداية كلية العلوم التربوية بحكم تخصصي أننا هنبدأ برنامجين قابلين للزيادة لكن البرنامجين أنا أعتقد أن سوق العمل محتاجهم وفي نفس الوقت هيخطبوا أكبر كم من المتعلق الراغبين في استكمال دراساتهم العليا ومطلوبين يعني مطلوبين في كل أنحاء العالم أول برنامج هيكون تعليم اللغة العربية للمناطقين بغيره أولا هذا الموضوع آني ومطلوب ومحتاج كل العالم يرغب وده سوق خصب وكل اللي هيكمله دراسات عليا سواء كان دبلومة أو ماجستير أو دكتوراه إحنا بنديهم آداة للانطلاق لسوق العمل وزيادة إمكاناتهم وزيادة قدراتهم وبحكم تخصوصي هذا ميدان غض وهذا ميدان مطلوب ومطلوب بعنف ومطلوب بقوة هذا البرنامج لما هيتعمل أيضا هيتعمل في ضوء فلسفة الجامعة اللي هو الفلسفة البينية هيشترك في هذا البرنامج في الغالب هذه البرامج بيعملها في الغالب مناهج وطرق تدريس اللغة العربية لكن لا في هذه الجامعة إن شاء الله هيعمل في هذا البرنامج مناهج وطرق تدريس اللغة العربية كليات الأداب وكليات اللغة العربية اللي احنا ممكن نسميها العلوم الأكاديمية أيضا هيكون شريك في هذا البرنامج علماء الشريعة والدراسات الإسلامية بحيث يخرج برنامج يخاطب كل العالم العالم الإسلامي والعالم العربي أو الناس الراغبة في تعلم اللغة العربية داخل المجتمع أو داخل الدول العربية من كل أنحاء العالم البرنامج التاني هو برنامج تعليم زوي الاحتياجات الخاصة بطفة الواسع بداية من الموهوبين والمتفوقين لحد كل الإعاقات السمعية والبصرية والحراكية والكلام ده كله أيضاً هينضج هذا البرنامج وهيشارك فيه علشان يكون برنامج نوعي ومتميز كل تخصصات التربية المتعارف عليها سواء كانت مناهج وطرق تدريس أو أصول تربية أو إدارة تعليمية أو صحة نفسية أو علم نفس أو الكلام ده كله بجانب كل الكليات النوعية كل الكليات النوعية ممكن تساهم في هذا البرنامج الموسيقية والفنون والتربية الرياضية وكل الدراسات النوعية ممكن تساهم في هذا البرنامج اللي ها يعد إن شاء الله وجار الإعداد وتم قطع شوط لا بأس به في هذه البرامج إن هو هيعد بطريقة تكون يعني لما ينزل لسوق العمل يوجد برنامج مميز مش برنامج مكرور على غرار البرامج الأخرى كلية اللغات والدراسات الإنسانية وكلية الإدارة والعلوم الاجتماعية يمكن هذه الكليات زي ما حضرتكم شايفين هي يعني إلى حد ما كبيرة أنا أعتقد إن من ضمن الطموحات مستقبلاً أن ينبسق من هذه الكليات كليات نوعية أخرى يعني من رحم هذه الكليات مع مرور الوقت وربنا ويدينا ويديكم طولة العمر إن شاء الله أن ينبسق من خلال هذه الكليات كليات أخرى متنوعة ممكن كل لغة من اللغات دية تستحق إن هو كلها كلية معينة كليات الإدارة والخدمة الاجتماعية ممكن برضو يطلع منها أكتر من كلية وهكذا الشريعة البرامج اللي منبسقة من هذه الكليات هيكون على غرار هذه الكليات إن هي أيضاً برامج نوعية ومميزة ومطلوبة في سوق العمل الهيكل التنظيمي أيضاً سريعاً كده وبشكل سريع في ضوء برضو الخطة الاستراتيجية وفي ضوء الدراسات في تصور مقترح هذا الهيكل أيضاً طالب يعني قابل للنمو وقابل للتطور بالتأكيد آليات التنفيذ هتا بتدي هذه الأشكال ملؤونة بدايةً رئيس الجامعة وبالتأكيد رئيس الجامعة هيكون شخصية مميزة يعني يشار لي بالبناء اللي يرأس هذه الجامعة الفتية أيضاً المجلس التأسيسي بهذه القامات المتميزة والراقية واللي عملت طوال هذه الشهور هيكون لها موقع في الهيكل التنظيمي ولها أدوار في قيادة دافة الجامعة في تفكير أنه ممكن يكون فيه نائب للرئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية وأمين عام الجامعة أو نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية ممكن برضو يكون فيه نائب رئيس الجامعة للتخطيط والتطوير المستمر ممكن طبعاً العمادات وهيكل متعارف عليه وهيكون فيه وكلاء الكليات للشؤون الأكاديمية أيضاً فيه هيكون جهاز إداري جهاز تنفيذ ودول هيكونوا تابعين للأمين العام للجامعة ونائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية طبعاً هذا الهيكل مارين تم العمل عليه وبوزل فيه مجهود لكن لسه قابل بالتأكيد للتطوير أثناء التنفيذ إن شاء الله طبعاً يعني جامعة أريد أتمنى التلقى أطيل عليكم أن نحن نستفيد من كل الطاقات اللي موجودة من المية وعشرين ألف اللي موجودين أو يزيد الحمد لله عندنا طيف واسع من التخصصات اللي تغطي هذه الكليات ويزيد عندنا يعني كم من الناس بمجرد السماع بهذه الجامعة من خارج المنصة أنا شخصياً تواصل معي عشرات الأشخاص وأعني هذا اللفظ عشرات الأشخاص وكلهم قامات علمية متميزة في تخصصات مختلفة وراغبين في التعاون مع الجامعة وكلهم دور في الجامعة وإحنا إن شاء الله من ضمن أهدافنا يعني من ضمن الهدف الأسمى للمنصة في بدء نشئتها هي التشبيك إن إحنا إزاي نشبك العقول مع بعض وإزاي تتلاقح الأفكار في كل العالم لكل الناطقين باللغة العربية أنا أعتقد إن هذا المشروع مشروع هيخرج للنور الأستاذ الدكتور سيف بدأ يطرق الأبواب للبلدان للإعتمادية والتشبيك مع الجامعات أنا أعتقد إنه وزار قطر وزار المملكة العربية السعودية وزار سلطنة عمان وزار أندونيسيا وزار جزر الملظيف وكله ده في سياق يعني طرق الأبواب حتى تنشأ الجامعة نشأة قوية كما هي المنصة قوية إن شاء الله شكرا لحضراتكم بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا بروف عبد الرزق مختار محمود على ما تفضلت به جزاك الله خير نأخذ الآن أيضا مشاركة للموقع الإلكتروني عن طريق الأستاذ الدكتورة مروة الباز فلتتفضل مشكورة لعرض جهودهم في موضوع التخطيط وليهيكلة الموقع الخاص بالجامعة تفضل تفضلي دكتور مروة عليكم السلام وبركاته وحياكم الله شكرا دكتور سيف الصوت واضح الصوت واضح نعم تفضلي لو حب تشاركين تفضلي يمكن مشاركة أنا الشاشة مشاركة حاليا غير موجودة الشاشة أنا شاركت بالفعل أيوة الآن مشاركة نعم تفضلي بس تعرض جهود لجنة الفرعية لتصميم هيكل للموقع الإلكتروني لجمعة أريد الدولية للدراسات العليا في البداية طبعا تم تشكيل مجموعة فرعية من المجلس التأسيسي وهم الدكتور سيف السويدي الدكتور عبد الناسر الدكتور ياسر الترشاني ودكتور محمد ماهر عبيد ودكتور هند حسين ودكتور مريم قيس تم استعراض قد كبير من المواقع الإلكترونية للجامعات الإفتراضية والإلكترونية عبر العالم كان من أشهر المزج يعني طلعنا عليها هي الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة وجامعة في أمريكا وجامعة أنديرة غندي الوطنية المفتوحة في الهند الجامعة العربية المفتوحة في مصر وجامعة المدينة العالمية في ماليزيا والجامعة والجامعة الإفتراضية السورية والجامعة السعودية الإلكترونية دي النمازج اللي في البداية اطلعنا عليها وحللناها من أجل آآ الوقوف على الهيكلية الخاصة بموقع جامعة أريد تم بناء نموذج أولي على تبويبات وأيكونات للموقع الإلكتروني كان عن طريق اختيار تبويبات الموقع وفق المعايير العالمية للجامعات البحسية على اعتبار أن جامعة أريد هي جامعة بحسية للدراسات العليا وبما يتوافق مع أهداف الجامعة وقيامها وفلسفتها اللي كانوا في المراحل السابقة لمرحلة أعداد الهيكلية الخاصة بموقع جامعة أريد تم بناء النموذج الأولي مع استطلاع أعضاء اللجنة الفرعية في تبويبات الموقع وتم التوصل إلى تلات نمازج لموقع الجامعة الوجهة الرئيسية ثم نموذج لموقع كولية منبسق عن الجامعة ثم نموذج للبوابط الطالب اللي هو منبسق أيضا من موقع الجامعة تم عرض هذه النمازج السلاسة على أعضاء مجلس التأسيسي في اجتماع بتاريخ 29 مارس 2024 وأخذ الأراء حولين حول هذا الموقع الإلكتروني من قبل أعداء المجلس التأسيسي ثم التعديل وفق الأراء وبعد انتهاء الاجتماع تم وضع الموقع الإلكتروني في صورته النهائي كانت التبويبة الأولى هي دي التبويبة الأساسية هي خريطة مقترحة لموقع الجامعة بتتناول أكثر من تبويب ستة تبويبات التبويب الأولى هي عن الجامعة وبتحتوي التأسيس الرؤية والرسالة الأهداف والقيم ومجلس الأمناء ورئيس الجامعة الهيكل التنظيمي شركاؤنا حول العالم واللائحة الداخلية للجامعة وحد الضمان الجودة والأداء والأسئلة الشائعة وكيفية التواصل أو الاتصال بالجامعة التبويبة الأساسية عبارة عن دكتورة مروة بعد عرض سابت لو حضرتك تحركة بس ما هو أنا محركة يعني ده كده التبويبة زهرة قدام حضرتك اللي هي الخريطة الصفحة الأولى الشريحة الأولى فقط طيب ثانية واحدة طب أنا أعدر بقى هاجيب البي دي اف أفضل ده عندنا مشايرة يعني مش الحال دكتورة طيب ثانية هاجيب اللي هي البي دي اف مش الحال دكتورة البي دي اف أوضح طب يعني كده وضحت يعني هنا واضح عند الحركة يعني عنا دلوقتي واضحة واضحة انا انا اشارك الدكتورة تفضل طيب كده واضح ااا dank انا كده وصلت لا ارجعنا ارجعنا متل ما كنا لا ارجعنا متل ما كنا وقفت الصورة لا الآن مش الحال طيب ده كدة واضح كدة دي كده الخريطة المقترحة واضح كده كده اوكي دكتورة صبر تمام اا دي الخريطة المقترحة للموقع الإلكتروني لجامعة أوريد الدولية للدراسات العلية الواجهة الرئيسية بتتضمن ست تبويبات التبويبة الاولانية عن الجامعة بتتضمن التأسيس الرؤية الاهداف مجلس الامناء رئيس الجامعة والهيكا للنظيم وركاؤنا حول العالم واللائحة الداخلية للجامعة ووحدة ضمان الجودة والاداء والاسئلة الشائعة وكيفية الاتصال بالجامعة التبويبة الثانية هي عبارة عن الكليات والجهات الاكاديمية وزي ما يعني وضح الدكتور عبد الرازق ان في مجموعة كليات كلية العلوم التربوية المتكملة اللغات والدراسات الانية كلية الادارة والعلوم الاجتماعية الشريعة والدراسات القانونية الهندسة والتكنولوجية وكلية العلوم الاساسية وزكاء الاصطيع وكلية العلوم الصحية. طبعا كل تبويبة لكلية لها تبويبة فرعية او لها موقع فرعي منبسق عن الجامعة. التبويبة السالسة هي كانت عن المجلات العامية لجامعة اريد الدولية وبحث دراسات منشورة الاعضاء هيئة التدريس بالجامعة والمكتبة الرقمية والكتب ومنشورات وريد العلمية والمشروعات البحسية ودليل كتابة الرسائل العلمية في الجامعة. المنصة الثالثة او التويبة الرابعة هي عن منصة الطالب بتتضمن الدخول باسم المستخدم وكلمة تر والتسجيل والقبول والجداول الدراسية وبوابة المحاضرات الافتراضية والامتحانات والشهادات ودليل الطالب لنظام التعلم والدعم التقنيم. آآ تسمى تبويبة الاخبار والفعاليات وبتتضمن اخبار الجامعة وورش عمل ومؤتمرات. الاحداث الاكاديمية داخل الجامعة والبوم الصور والفيديوهات. آآ اخر تبويب هو التواصل وبيتضمن آآ نظام البريد الالكتروني الجامعي ومنتدى الطلاب ومنتدى اعضاء هيئة التدريس. آآ في بعد كده عندنا النموذج التاني هو نموذج آآ لكلية العلوم التربوية المتكاملة وده منبسق هذا الموقع منبسق عن الجامعة. يتضمن ايضا ستة تبويبات بياخد من نفس آآ هيكلية آآ الموقع الالكتروني للجامعة عن الكلية وبيوضح الرؤية والرسالة والاهداف والفاجلس عميد الكلية الهيكل التنظيم اللائحة الداخلية. ثم الاقسام الاكاديمية وهي المناهج وتكنولوجيا التعليم التربية الاسلامية والمقارنة آآ اصول التربية الادارة والتخطيط ويعني دي اقسام مقترحة لكن مازال العمل على هيكلية الكلية. فيه البرامج التعليمية المتاحة بالكلية هي الدبلوم العام في التربية الدبلوم المهني الدبلوم الخاص والماجستر في التربية ودكتوراه الفلسفة في التربية. ثم تبويب خاص بمجلة اريد للعلوم التربوية والنفسية وهي اللاستي يعني تتبع كلية العلوم التربوية بشكل كبير. وآآ دخل هذه التبويبة في الشاشة الرئيسية ثم الاعداد ورفع البحث آآ ومعلومات عن المجلة وهيئة التحرير بها وادارة البحوث وبيانات اخرى او تبويبات اخرى. ثم تبويب اعضاء هيئة التدريس الاعضاء المنتسبين للكلية ووظائف شغيرة الاعضاء هيئة التدريس في حال اتاحة فرصة للالتحاق بوظائف. واخر تبويب هو الاخبار والفعاليات عن الكلية وورش العمل والاحداث الاكاديمية والجوم الصور والفيديوات. النموذج الاخير اللي توصلنا ليه هو نموذج عن منصة الطالب وده منبسط عن جامعة عن موقع الجامعة الشاشة الرئيسية. وده هيكون في اول تبويبة هي دخول الطالب هيكون بالايميل الجامعي وكلمة السر والتسجيل لاول مرة في حالة الطالب لهو هيسجل لاول مرة. وتبويب القبول والتسجيل هو عبارة عن شروط القبول كيفية خطوات كيفية التسجيل آآ للجامعة والاقصات الدراسية بحسب الفصل الدراسي وطرق دفع الرسوم الدراسية وبوابة المتقدمين والتقويم الاكاديمي على حسب الفصل الدراسي اللي بيلفحق به الطالب آآ ثم تبويب تقدم الآن اللي بيلفحق بيها الطالب للتقديم. آآ فيه تبويب الجداول الدراسية وهيكون باختيار الكلية ثم البرنامج ثم اختيار الفصل وبالتالي بتظهر الجدول الدراسي للطالب مباشرة. آآ فيه تبويب المحاضرات الافتراضية وده بيشتغل حسب نظام ادارة التعلم اللي هتتبناه الجامعة آآ بشكل افتراضي ان شاء الله. آآ ثم تبويب الامتحانات والشهدات وهيكون فيه لقاحة الجامعة لنظام الامتحانات وكيفية التقدم للامتحانات وكيفية اصدار الشهدات عبر النظام. آآ واخر تبويبه هي هتكون دليل الطالب لنظام التعلم والدعم الفني آآ للطالب. آآ طبعا يعني ده الهيكلية الخاصة بالموقع الالكتروني. ده شكل مبدئي للموقع. ماذا يعني ينطلق? لكن مازال العمل فيه. وآآ وبشكر حضراتكم لحسن الاستماع. وبتمنى التوفيق طبعا للمنصة والجامعة فيما هو قادر بازن الله تعالى. شكرا لحضراتكم. شكرا شكرا جزيلا دكتور. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا على ما تفضلت به. ننتقل الآن الى دكتور محمد الدحماني. تفضل بروف محمد للمشاركة الاخيرة في هذه الجلسة. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بارك الله. شكرا جزيلا دكتوري. شكرا لإخوة الزملاء الأفاضل على هذه الكلمات الطيبات. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد عشرات المرسلين. وعلى آل يوصلي أجمعين. موضوع الشاشة واضحة دكتور. نعم دكتور. واضح واضح دكتور. واضح دكتور. نعم. موضوع هذه الكلمة متواضعة المختصرة هو جامعة أريد بالدراسات العليا نحو نموذج أمثل للتطوير البحث العلمي وتشجيع الإبداع والابتكار. جامعة أريد للدراسات العليا في الحال تسعى لأن تكون جامعة بحثية تهدف إلى إعداد الكفاءات العلمية القادرة على تحمل المسؤولية والإسهام في الرفع من مستوى التنمية المجتمعية وتجاوز تحديات التي تحول دون تطور الإنسان والمجتمعات. كما تسعى إلى خلق بيئة بحثية مثالية ومتكاملة تسقل فيها المواهب وتبنى فيها العقول وتوجع فيها المواهب نحو بحث علمي خلاق وإنتاج معرفي مبدع. والجامعة بذلك إنما تسعى إلى خلق نموذج أمثل جامعة بحثية تعتمد لابتكار والمستجدات العلمية والمعرفية والتقنية وتستند إلى قيم إنسانية وحضارية راقية ورؤية فكرية واضحة وأهداف علمية محددة. فما هي معالم هذا النموذج؟ بعد الحال قمنا باستقراء القيم المعتمدة في التصور العام لفلسفة الجامعة وحاولنا أن نستخلص جمعة من المعالم التي تبرز تفرض هذه الجامعة ونموذجيتها. سنحاول إبراس معالم التمييز والتفرض التي تجعله من جامعة أريد نموذجاً أمثل ومثالاً يحتدى في تطوير البحث العلمي وبناء الإنساني وتطوير إمكاناته وتمكينه من أدوات الخلق والإبداع. كما سنحاول أن نستخرص معالم نموذجية ومعالم نموذجية جامعة أريد من الفلسفة العامة التي سبطرت لها وما تضمنته هذه الفلسفة من قيم ورؤية ورسالة وأداف. أولاً نموذجية القيم تنبني فلسفة مشروع تحسيج جامعة أريد للدراسة العليا في تصورنا على ثلاثة مرتكزات أساسية عليها مدار الرؤية والتخطيط والبناء. وذلك بهدف تطوير الإنسان وصقل كفاءاته وتأهيله لسد الحاجات ومواجهة التحديات بكل مناحي الحياة. هذه المرتكزات هي تطوير البحث العلمي وتشجيع الإبداع والابتكار وسد الحاجات ومواجهة التحديات. إن الإطار الجامع لهذه المرتكزات هو البحث العلمي باعتبارات شتى. أولاً باعتباره أسلوباً منظماً في التأمل والنظار ومنهجاً منضبطاً في التفكير والتفسير والتحليل. ثانياً باعتباره جراءات نظرية وعملية تجاه وقائع محددة وظواهر معينة في الحياة والكون. ثالثاً باعتباره أساس التنمية الشاملة وعداتاً للرفع من مستوى الوعي لدى الأفراد والجماعات. ووسيلة فعالة لتطوير أسالي بهذه التنمية وإيجاد أدوات وطرائق جديدة لتنزيلها وتفعيلها في الواقع. إن ممارسة البحث العلمي وفق هذه المرتكزات يستلزم رفض الإنسان بأدوات النظر العقل السليمة وآليات التحليل العلمي القويمة التي توجهه إلى دراسة مختلف الطواهر الكونية وتحليل كل الممارسات النظرية والفكرية. وتمكنه من تتبع هذه الطواهر ووصفها وفهمها وتفسيرها وتقويمها وتحصيل نتائجها بموضوعية واضحة ومنهجية علمية راسخة وأدوات تحليلية متطورة تنسجم وروح العصر ومستجداته وتتوافق وروح القيم الأخلاقية والدينة لمجتمعاتنا الإسلامية. إن الهدف الأسمى من إقامة صرح الجامعة البحثية هو إعادة بناء الإنسان والإسهام في تطوير المجتمعات وإيجاد الحلول الكثير من المراثلات والأمور المشكلات وذلك من خلال بحث علمي يسعى إلى استثمار كل جديد في عالم التكنولوجيا والرقميات وتوضيف كل مستجد في من المناهج والنظريات وكل ذلك وفق رؤية تستمت طولها كما صرفت إشارة من ثقافتنا الدينية المتينة وقيمنا الأخلاقية والحضارية الأصيرة. هذا هو النموذج الأمثل الذي تصبح إليه جامعة أريد. النموذج المؤسس على قيم إنسانية وحضارية تؤثر حياة الإنسان وتضبط سلوكه وتحدد منهجه في النظر والتأمل والتفكير والعمل. وفحوى هذه القيم وجوهرها الأمانة والنزاهة والتجرد والعدالة والحضارة والمحاصرة والرياضة والابتكار والجودة والإتقان والمسؤولية المجتمعية. إن هذه القيم هي أساس البناء المتين لشخصية الإنسان وأساس تطويرها وصقلها لتصبح قادرة على الإنتاج المبساكل والإبداع الخلاق وتحمل مسؤوليتي بجدارة واستحقاق. ثانيا نموذجية الرؤية تسعى الجامعة إلى بناء الشخصية الباحث وتنمية قدرات النظرية والمنهجية والعملية وفحى ضوابط منهجية صارمة ورؤية علمية دقيقة أساسها التمييز والريادة وخدمة المجتمع. والجامعة بذلك إنما تسعى لأن تكون جامعة مجددة مبتكرة قادرة على بناء الإنسان وتطوير إمكاناته وسقله ومواهبه مسهمة في بناء مجتمع للمعرفة يتميز بالصراء الفكري والغنى المعرفي والثقام. ثالثا نموذجية الرسالة تسعى الجامعة إلى تقديم برامج أكاديمية عالية الجودة تضمن الطير العلمي المتين والتوجيه المنهجي السليم والمتجدد. كما تسعى إلى توفير بيئة تعليمية سليمة تجمع بين الدراسات التخصصية والدراسات البينية التي تتيح الإمكانية التلاقح العلمي والتكاون المعرفي بين المؤسسات والأفراد لتحقيق التنمية المستدامة والتقدم المعرفي للأفراد والمجتمعات. كل ذلك من شأنه أن يجعل منها جامعة فريحة لكل المستجدات مستوعبة لكل التجارب بلات مواكبة لكل التطورات على مستوى المناهج والنظريات. نموذج الأهداف من خلال الأهداف المسطرة للجامعة يتضح أنها تسعى إلى الارتقاء بنوعية التعليم والتعلم والعناية بجودة إما وتوفير بيئة تعليمية وبحثية وتدريبية محفزة على التمييز والابتكار. كما تتبع دعمي وتطوير البرارة الأكاديمية التي تسهم في تطوير المجتمعات محل المشكلات المرتبطة بها. والانفتاح على المؤسسات المتنوعة بقصد التعاون وإقامة شراكات أكاديمية وبحثية. بالإضافة إلى ذلك تسعى الجامعة إلى تحقيق مخرجات علمية تنافسية وإنجاز بحوث نوعية تسهم في التقدم المعرفي والتنمية المستدامة للمجتمعات. كل ذلك يعكس الأهداف النموذجية والدقيقة التي تسعى جامعة أريد الدراسات العليا إلى تنزيلها ضمن مخططاتها وبرامجها الأكاديمية. ما يؤهلها لتكون جامعة بحثية رائدة ومتميزة. جامعة أريد الدراسات العليا كما نراها ونتصورها لها من القيم والتصورات والرغى والأهداف ما يؤهلها لأن تكون جامعة مميزة موهجة وللواغ الإلمية والرصيد المعرفي وفقني ما يجعلها وحيدة زمانها وفريدها إن شاء الله. شكرا لك سعادة البروف جزاكم الله عنها كل خير وبارك الله فيكم. نعم أحبة الكرام وصلنا إلى المداخلات أما أن أحب أن يطرح سؤالاً أو استفساراً فليتفضل إما برفع أداة اليد أو طرح سؤاله مباشرة في الشات. تفضل أحبة الكرام. طيب في معنى الأستاذ محمد تفضل. محمدين تفضل. شكراً جزيلاً مساء الخير. دكتور محمود بشير. أحناً أحناً عفواً دكتور خبر. دكتور محمود بشير عضو المجلس الأعلى للغة العربية الجزائر. شكراً جزيلاً على هذه الدعوة المحفلة العلمي الدولي 14 لمنصة أريد. وأتمنى لكم النجاح والتوفيق في هذه الجامعة. جامعة أريد دولية للدراسات العليا. أستاذي فقط أريد إضافة فقط بالنسبة للرؤية والسياسة. أرجو إضافة هدف التشبيك أو التعاون. سواء كان هذا التعاون محلي أو أقليمي أو دولي. يعني يظهر هذا الهدف كمجال مستقل ولا يتضمن في الرؤية. والأهداف الست أو القيام الستة المذكورة. بالنسبة لهذه الجامعة التي نتمنى لها. ونجح التوفيق في انطلاقتها. يعني تخصيص مجال خاص فقط. بالنسبة للتعاون والصرافة بكل أنواعها. بالنسبة للتنمية المستدامة. أرجو الإطلاع. بما أن سننطلق في هذه الجامعة. وأنا عضو في منصة أريد. عضو جديد طبعاً من جنزي 2024. ننطلق من التوصيات والمخرجات الموجودة عالمياً الآن. بالنسبة للتنمية المستدامة. يوجد المذكرة التوجهية التي أذرتها اليونيسو. قطاع التعليم من أجل التنمية المستدامة. في 21 جوان 2024. وهو تقييم عالمي. للتعليم من أجل أهداف التنمية المستدامة. يرجى أو أرجو العودة إليه. من أجل يعني دعم تعليم من أجل التنمية المستدامة. بالنسبة للهيكل التنظيمي أختاريح المجلس العلمي للجامعة. هل المجلس العلمي للجامعة هو المجلس الاستشاري؟ هل هو بنفس الوظيفة؟ إذا كان ليس بنفس الوظيفة أختاريح المجلس العلمي للجامعة بنسبة وحدة ضمان الجودة الوحدة كمصطلح ربما نضيفه إلى مخابر البحث وحدات مخابر البحث يمكن اعتماد تسمية خالية ضمان الجودة جميل جداً قرية الذكاء الاصطناعي جميل جداً قرية الذكاء الاصطناعي بالنسبة لقرية المقترحة لجامعة أوريد الدولية الدراسات العرية قرية الذكاء الاصطناعي مكسب كبير جداً يتماشى مع التوجهات الحالية التوجهات العالمية مع الثورة الصناعية رابعة هذا جميل وأعجبني كثيراً إشكالية تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها كذلك هذا شيء مبرمج لكن هناك ربما إعادة تسمية أو إعادة دقة تسمية القليات من جديد لأن الزملاء الأستير أثناء العرض للقليات والمضامين التي تتضمنها والمحتويات التي تتضمنها وكل كلية على حدار هناك برامج واعدة وطموحة وجميلة جداً لكن تسمية القليات لا تتناسب مع المضمون يعني نحن نريد تسمية جاربة تسمية لافتة للنظر وتسمية تتناسب مع ما هو موجود داخل برامج القليات المقترحة العموم قليات يعني جيد جداً لكن تسمية فقط بالنسبة للشهادات الممنوحة هل هي شهادات معتمدة شهادات معترف بها يعني للإعلام فقط للجمهور هل هي الشهادات التي تمنح هي معترف بها ولأي ما هي الجهة الوصية التي تعود إليها هذه الجامعة جامعة أريد الدولية للدراسات العبية كذلك الموقع الإلكتروني أستاذ دكتورة مروح بالنسبة لموقع الإلكتروني هو ما هو موجود الآن وهو تسمية لموقع الإلكتروني موجود الآن ما هو مألوف الآن لكن نحن نريد انطلاقة متميزة لجامعة أريد الدولية الدراسات العلية والتميز في كل النواحي في كل العناصر بما فيها الموقع فأنا أقترح إعادة نظر أو تحيين أو تعزيز هذا الموقع من خلال اختراحات جديدة ليس التواصل التفاعل يكون صيغة تفاعلية بالنسبة للطلبة شيء جميل منتدى الطلبة شيء جميل عنصر جديد في الموقع الإلكتروني وهو منتدى الطلبة وأتمنى أن يكون تفاعلياً بين الطلبة أنفسهم وبين الطلبة والأسات إذا الموقع يحتاج نوع من الدعم شكراً جزيلاً وأتمنى لكم النجاح والتوفيق ونحن في الخدمة وفي المساعدة وإن كنت عضواً جديداً في منصة أريد وتشرفت بذلك منذ جنزي 2024 فنحن في الخدمة في أي شيء تريدونه أو حتى في التشبيك في التعاون مع المجلس الأعلى اللغة العربية وحتى في جامعات في الجزائر وحتى وأشرتم إلى جامعات ماليزيا وأنا عضو لجان العلمية الدائمة ببوابة الأحداث العلمية بماليزيا وشيء جميل هذا التشبيك وهذا التعاون وأتمنى اقتراح الخطة لجامعة أريد دولية دراسة العلية على كافة الأعضاء على كافة الأعضاء للإفراء والدعم ولإقتراح لتقديم بعض المقترحات الجديدة لنصل في الآخر إلى السياغة النهائية لخطة جامعة أريد دولية للدراسة العلية شكراً أستاذ المحترم شكراً شكراً سعاد الدكتور بارك الله فيك على هذه الاضطراحات الطيبة وإن شاء الله الأساتذة والدكاترة يعني يقومون إن شاء الله بالرد نعم سنأخذ المداخلات جميعهم وثم نتيح الباب لجواب نعم معنا أيضاً الدكتور أحمد بن مصطفى راجع فضل فضل دكتور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذي الفاضي أياك الله لدي تبريكين تبريك الأول وبمناسبة السنة هجرية جديدة أتمنى أن تكون نجاح وفلاح وانتصار إن شاء الله في جميع المجالات وتبريك ثانياً نبارك لجميع الأعضاء القائمين على هذه المنصة الرائدة والرائعة ونبارك لجميع الباحثين هذه ميلاد هذه الجامعة إن شاء الله نستفيد منها وننتقل إلى مرحلة أرقى وأعلى وشكراً جزيلاً والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم أمين يا رب العالمين جزاك الله خير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب في معنى مداخلة أخرى من حمزة العلي تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً أستاذ حمزة حياكم الله يبارك فيكم طبعاً كلنا نعتزل بهذه الجامعة وكلنا الشوق إن شاء الله انطلاقها ممكن يكون في تاريخ محدد للانطلاق يعني للانتساب للانتساب إلى كدراسة هلأ في عندي ملاحظة يعني هذا من خلال البحث إن شاء الله سأقدمه غداً حول تحديات الثورة الصناعية والمعيار الأخلاقي كان من ضمن أهداف البحث عندي أو المقترحات لمعالجة المعيار الأخلاقي يعني ونقترح أنه يكون هذا في الجامعة بما أن الجامعة مختصة ببرامج الدراسات العليا فلابد من تشكيل مجلس الحكماء والخبراء واللي عادةً يكون عددهم 12 بتكون هذول الأعضاء يعني منفصلين عن مهن عمداء كليات أو كده ممكن يكونوا عبارة عن خبراء لتقييم الأبحاث العلمية وتقييم الحاجة يعني حاجة السوق لهذه الأبحاث كده مجلس الحكماء والخبراء جداً مقترح مهم جداً على كافة الصعودوب وبكافة الكليات ليصنع التميز في الأبحاث هذه واحد في عندي ملاحظة كانت على تصميم الموقع كمان كان فيه يعني مو محطوط موضوع القنوات التواصل الاجتماعي للجامعة ضروري هذا البند إضافته مشان يكون في قنوات التواصل الاجتماعي واضحة للجميع والناس تدخل فيها موضوعه كمان الشات الآلي هذا كمان مهم جداً يعني استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الموقع وتطوير الموقع لا بد من إضافة هذا البند على يعني على على التخطيط الآن الموقع نعلم أنه الآن الموقع في مرحلة التخطيط لا بد من يعني وضع هذه اللمسة إن شاء الله تعالى شكراً لكم شكراً مستان حمزة بارك الله فيك طيب في معنى أيضاً مداخلة أخرى الدكتور ناصر السلام عليكم ورحمة الله شكراً بذيئاً لكم وأنا العزاء يعني أنا أتمنى في مرحلة قبول الدراسات العليا الماستر والدكتوراه أن يحدد الزمن يعني أنا أجد بعض الجامعات العربية قعد ضيع وقتنا تقعد سنتين وثلاثة بين دبلوم عام وخاص ورسالة وهذا مضيع للوقت يعني أتمنى أن لا تتبعوا هذا النظام وتتبعوا الأنظمة الدولية التي تجعل دراسة الماستر بين سنة إلى سنة ونوص شيء الآخر أتمنى أن لا تعتدوا بنتائج الثانوية عفن البكالوريس من العالم العربي لأنها لا تعطي صورة حقيقية عن مستوى الطالب الطالب لازم يدخل وفق مقابلة شخصية معينة وفق أنظمة معينة اختبارات حتى تبيننا مستوى الحقيقي وعلى ضوءه يستطيع أن يكمل دراسة معظم الناس اللي راح يكملون دراساتهم خاصة في الجيل اللي مثلنا اللي حنفوق الخمسين سنة هذول أصحاب خبرات وأصحاب قدرات وعملوا في النظام الحكومي لفترات طويلة مدنيين وعسكريين وعندهم أيضا معاشاتهم التقاعدية وممكن الاستفادة منهم في القطاع التدريسي هذول عبارة عن رأس مال بشري لم يتم الاستفادة منه في أوطانهم وهنا أنا أتكلم عن حملة الماجستير والدكتوراه خارج النطاق الأكاديمي في دولنا العربية الذين لم يتم الاستفادة منهم ويمكن لجامعة أريد أن تستفيد منهم كمعلمين أو مدربين أو خبراء أو مستشارين أو أن تقبل هؤلاء اللي يحملون الباكالوريس وتتقدم بنظام جديد مهمتها الرئيسية كيف نعادل الخبرات السابقة بمؤهل أكاديمي سنوات العمل الدورات التدريبية الأبحاث العلمية اللي قدمها أوراق العمل أو دخول يعني تخصات معينة مثل كليات القيادة والأركاني في الجيوش أو الأمن أو غيرها والتي تعادل في بعض الدول بالماجستير أتمنى أن نصل لهذه المرحلة كيف نعادل خبرات الناس ونحولها إلى كريد تاورز بحيث أن نعملها نوع من لأشياء ليعرفها ونعطيها الأشياء الجديدة التي لم يعرفها أيضاً أتمنى التركيز على قضايا البحث العلمي لأن معظم الخريجين خاصة في العالم العربي ضعاف جداً في قضايا البحث العلمي ومعظمهم أيضاً ضعاف في قضايا اللغات الأجنبية وبالتالي مهم جداً تركيز على هذه النقطتين أيضاً مصاريف الدراسة كم ستكلف وكيف تدفع على مراحل ولا كل شهر ولا شون الطريقة أيضاً قضايا الاعتراف من عدمه العالم العربي ما أدري شون يفكر بس كيفهم أنا ما لدي علاقة فيهم أنا أفكر بالنظام العالمي النظام الدولي أبيكم تفكرون بتخريج global citizen مش مهم منه يعمل في العالم العربي يمكن يعمل في أي مكان العالم العربي لا يعترف بالتعليم عن بعد ولا التعليم المفتوح ولا التعليم بالانتساب ولا التعليم أونلاين إلا لمن يريدون مثلاً يعترفون بالجامعة العربية المفتوحة لكنهم لا يعترفون بجامعة القدس المفتوحة ولا يعترفون بالتعليم المفتوح من جمهورية مصر العربية سواء القاهرة اسكندرية أسيط عن شمس وارجعوا إلى اتحاد الجامعات العربية واسئلوهم هذه الأسئلة وشوفوا أنتو الإجابات بأنفسكم وبالتالي أرجوكم أنتم قاعد تسوون هذا النظام تعليمي الآن لا تورطونا ولا تدخلونا في أي شيء لا علاقة بالعالم العربي والعالم العربي مش الستاندرد بالنسبة لنا قطونا بستاندرد دولي أوروبي أمريكي كندي هوني صيني ياباني المهم أننا نستطيع المنافسة دوليا وهذه الشهادات تكون معادلة ومعترف فيها عالميا وبنفس اللحظة تعطونا مؤهلات مهنية مثل رخصة المعلم، رخصة المدرب، رخصة الخبير، رخصة المستشار أو إذا أخريجي محاسبة دخلونهم في الـ ACCA والـ CPA والـ CIA وغيرها يجهزون عيالنا لمتطلبات المنافسة الدولية هذا كلها مهم وبالتالي أرجوكم وأنتو الآن تعطون المعلومات أعطوا المعلومات عن مصاريف الدراسة وكيفية دفعها وبأي عملة وبنفس اللحظة في قضايا الاعتراف من عدمه مهم جدا أن نذكر وأن تفرضوا شروطا جديدة في كيفية اختيار الناس مش تعقيدهم في كيفية اختيارهم للدخول إلى الدراسات العليا أزاكم الله خير أزاكم الله خير بارك الله فيك على هذه الابتراحات الطيبة طيب في معنا أيضا مداخلة الدكتور عفاف جبريل تفضل السلام عليكم وحمد الله وبركاته معكم دكتور عفاف جبريل نعم من الأردن دكتورة في الإدارة التربوية ممثلة عن مجلة ابن خدون فرحة في غز الرئيسي ونحن طبعا تمثينا في الأردن طبعا نحن من نسبة لأننا دخلنا مع نظام عالية من الفترات مع منصة أريد وكان في إنا يعني لقاء مع قامات خوية من داخل المنصة اللي حاب أقوله طبعا بثمن كتير وببارك على التجربة نحن نعتبرها تجربة وحتكون إن شاء الله في وقع مستمر اللي هي جامعة أريد وبالزيادة أنا بثمن الملاحظات اللي تمت من قبل الدكاترة خاصة الملاحظة الأخيرة من الدكتور ناصر يعني تقريبا هو شمل جميع الأفكار لبراسنا إحنا كمهنيين وأكاديميين معا والنقطة اللي أنا بحب أن أركز عليها أكثر إنه إحنا كأشخاص أكيد في كادر كبير جدا كان معاكم في المنصة خلال فترة انطلاقة إلى الآن ومن جميع أكثر العالم وجب إنه يكون لهم فعلا تدخل ما من خلال العمل أو من خلال المشاركة أو من خلال التدريس أو من خلال العمل الإدارية ويكون فعلا يعني يؤخذ بعين الأتبار ليس تطوع ويأخذ بالساعة ويأخذ فيه تثمين لإله ويكون له شهاد خبرة حتى إنه يستطيع الاستفادة والاستمرارية من خلال المنصة هاي نقطة نقطة تانية نعود ونكرر موضوع مكاتب ارتباط حقيقية وواقعية مرتبطة مع قسم يعني مع أقسام خاصة بالتعليم العادي لكل بلد أنت لما تجي مثلا تحكي أنا عيني في جامعة أريد في اختصاص كليل التعليم التربوية في جامعات خاصة مليانة وفي جامعات دولية مليانة بإمكانه إنه يأخذ اللي هو اللي يشارك لكن ما الميزة الجديدة اللي ممكن تضيفها الجامعة جامعة أريد الآن غرار الجامعات الأخرى اللي يخليها جاذبة وأجعل أي واحد منها إنه والله تعالوا يقبل على التسجيل أنا بالنسبة لإلي لقاء اليوم ممكن أنا أعرض عبر الفيسبوك مش هخلص من كم سؤال وسؤال وسؤال عن الإجابات هلأ أنا كان أتمنى بعد المداخلاتاي جميع الأسئلة تم طرحها رجاء حار جدا في الختام يتم إقرار فيها ليه؟ لأنه إحنا بالنسبة لإنا حابين نتوسع بالفكرة واللي من طرفنا يستفيد من الجامعة طبعا كان في الأردن يعني مبادرة جميلة أنه كان فيه هناك رابطة المجموعة من حملت الدكتوراه الذين لا يعملون في القطاعات الحكومية والخاصة كأعضاء التدريس كان في لهم رابطة ثم يعني مع الوقت والكورونا يعني اختفى شوي عملها وقال نشاطها أنا أتمنى أن يكون فيه نظرة من هاي النظرات داخل منصتنا أكيد موجود بجميع الاقتصاصات المطلوبة والبرامج المقترحة أنه يا عمي هدول الأشخاص المتواجدين ياري تكون لهم فرصة في العمل في الجامعة أنا متيقنة حيكون فيه عندهم قابلية واستعداد واستمرارية وعندهم أفكار كتيرة موجودة هلأ أنا يعني حابب أثمن عن نقطة حكاها واحد من دكاترا الموضوع الاسم التخصص أنا ياري تكون اسم التخصص مثل ما بيكون نازل ضمن الدولة في قطاع دولة الخدمة مدنية يعني مثلا أو وزارة العمل يعني إحنا بالنسبة لنا كتير كانت تفرق معنا التخصص لأن يقبل في العمل أو لا فيعني هاي نقطة كتير برضو لازم تخطوها بعين الاعتبار في المراحل المقبلة وصبعا سيان يعني إحنا كلياتنا حبين دائما من مشاركة لكن أنا بالنسبة للي يجب أن تكون على أرض ثابتة وأعرف بالنسبة للي الإجابات على الاستفسارات في الاعتمادية وخاصة مكاتب ارتباط حقيقية واقعية لمسألة التعامل المالي والمشاركة اللي خاصة في التسجيل والتخريج وشكرا كتير للكم يعطيكم ألف عافية معقد دكتور عفاف جبريل من عمان الأردن شكرا شكرا دكتورة بارك الله فيكم طيب على الأغلب رح نكتفي بهذه المداخلات ونترك الباب للأساتذة ليجاوبوا عنها فبارك الله بكم على هذه المداخلات والاقتراحات نعم أساتذة أنا الكرام لكم الصلاحية بالرد دكتور سلوان سلام عليكم رأيكم السلام يا حقيقة الله الدكتور شكرا جزيلا بالبداية حقيقة يعني أشكر الأخوة المتحدثين أو اللي استفسروا الأخ الأستاذ من الجزائر واللي اقترح لزنة الحكماء وأحد الإخوان العزاء من الكويت أو من أحد دول خليج والأخوة الأخيرة من الأردن طبعا أولا أرجوهم جميعا أن يقدموا هذه المقترحات هي كانت ليست استفسارات بقدر ما هي يعني نصائح للجامعة لكي تأخذ دورها الحقيقي والفاعل وأنا أجبني الأستاذ المتحدث قبل الأخير عندما قال أنه نريد نحن نستفيد من المصادر البشرية اللي موجودة والتي لم يستفد منها سابقا على مستوى التدريس أو إعادة تأهيل أو نقل الخبرات وأن يكون الستندر عالمي نعم هذا كلام جميل وكل النقاط اللي طرحت هي نقاط مهمة بس أحب أقول شيء إحنا ما جئنا يعني نفتح الجامعة أو خلنقول نقترح هذه الجامعة لو لم تكن لدينا أولا بنية تحتية للبحث العلمي وأقول لدينا خمس مجلات علمية دولية تعمل منذ العام 2017 وتصدر أعداد محكمة يعني أبحاث محكمة نصب سنوية يرأسها رؤسات حرير وأعضاء تحرير لهم سمعة علمية في تخصصاتهم وهذه هي يعني البنية التحتية ستساعد في الإسراء في إيصال الرسالة الجامعة إلى المجتمع التشبيك اللي تفضل عليه للأستاذ نعم ضروري مع المجتمع ونحن هذا نركز عليه دائما لأن إذا لم تكن منتجات البحث العلمي في خدمة المجتمع فما هي فائدتها فما عندنا شيء يعني ريد نعمل حتى نضيف مخازن لأطاريح الدراسات العليا أو البحوث النظرية التي ليس لها فائدة في المجتمع أو تصب في مسائل الاستدامة والتنمية المستدامة فلذلك يعني أطمن الأخوة والأخوات اللي تفضلوا في الحديث والمداخلات أنه هذه آراءهم كلها محترمة وربما ستكون هذه المداخلات للمستقبل في ندوة قادمة نركز على النقاط التي لم يتم التركيز عليها وطبعا اسمحونا أنه أنه لا بعض الأسئلة قد لا يوجد لدينا لها جواب حاليا ليس عدم قدرات علمية من قبلنا بقدر ما هي عدم يعني وضوح فكرة الجامعة مع المجتمع ومع القضايا المؤسسية هذه طبعا ليس بيدنا شيء فيها ولذلك المحاولات على الموقع وأما موضوع الإجور وموضوع الاعتراف الأكاديمي لن تبدأ الجامعة بانطلاقها إلا بعد ما تتأكد أن لها يعني قوة المية وإسناد من قبل أما جامعة توأمة أو يعترب بها من قبل أحدى وزارات التعليم العالي في دول العالم وأقول لا تكون قد تكون دولة عربية ستكون دولة صديقة إسلامية ربما حتى لا تكون إسلامية لكن صديقة لكن المهم أن تعترف بالمناهج وتعترف بالأعضاء هيئة التدريس سيشغلون التدريس والبحث العلمي و يعني لا نقول سوى أنه ما نتبكن عليه في الوضع الحالي فما طرحنا هو ما أنتج زملائكم في منصة تريد من جهد وعمل ولكن ما طرحتوه هو مكمل وموضوعي ومهم وإن شاء الله سيؤخذ بنظر الاعتبار لكن رجائي أن يعني توصلونا هاي المقترحات خاصة مسائل اللي بيها عمق أكثر من اللي تم التحدث عليه لكي تعاوننا في الوصول إلى ما تردو أو ما تتمنو لهذه الجامعة هذا المداخل اللي عندي حول ما طرح وإذا أكو أي سؤال آخر أو استفسار أو إعادة استفسار عن حاضر شكرا شكرا سعادة البروف سلوان بارك الله فيك بس طلب صغير من الدكتور محمد بشير والدكتور ناصر فضلا وليس أمرا يا ريت بس تكتبوا أرقامكم حتى إن شاء الله الأخوة في الإدارة يتواصلوا معكم بارك الله فيكم نعم سعادة البروف عبد الرازق تفضل شكرا أستاذ عدنان شكرا لحضراتكم شكرا الدكتور محمد بشير والدكتور أحمد راجح والدكتور حمزة العلي والدكتور ناصر والدكتور عفاف أولا شكرا على مقترحاتكم زي ما تفضل الأستاذ دكتور سلوان هي يعني مقترحات إثرائية وبالتأكيد مفيدة برضو يعني أنا حابب التليفون الدكتور محمد بشير والدكتور ناصر بعد إذنكم يريد لو تبعتهم للدكتور الدكتور عدنان يعني إن شاء الله إحنا هيتم التواصل معاكم لأن في النهاية المنصة دي يعني ده مجتمع بتاعنا كلنا الدكتور محمد بشير بالنسبة لمسميات الكليات هي مارنة يعني إحنا ما فيش مسميات سابتة ده اللي توصلنا له ومع مرور الوقت زي ما يعني أنا قلت في المداخلة مع مرور الوقت هذه المسميات ممكن ينبسق حتى كليات أخرى من هذه الكليات وأنا حابب مدام حضرتك ليه خبرة في تعليم الناطقين وهذا الأمر فيريد يعني هنتواصل مع بعض ونشوف آلية إن شاء الله للتعاون من خلال المنصة إن شاء الله هنرجع موضوع الاعتراف قليلا للآخر الموضوع مجلس الحكماء يا دكتور حمزة فيه زي ما حضرتك شفت في التصور المبدائي للهيكل التنظيمي فيه المجلس الاستشاري ده من المجلس التأسيسي وهو بمثابة بيت الخبرة بمثابة مجلس الحكماء وهو مش مغلق يعني قابل للإضافة والتطوير والكلام ده كله داخل كل الكليات ده يعني أمر متاح للكليات مع مرور الوقت وإداراتها وهياكلها إذا كانوا محتاجين إن هم يعملوا داخل هذه الكليات مجالس للحكماء ومجالس علمية راقية تراقب البحث العلمي وتنفيذ القطط البحثية للكليات ده أنا أعتقد أمر مرئ وقابل للتنفيذ إن شاء الله مدخلة الدكتور ناصر أنا سعيد جدا بكل كلمة حضرتك قلتها دكتور ناصر ما شاء الله عليك موضوع الزمن مع حضرتك تماما وإحنا برضه بنفكر في البرامج مش هيكون الأمر تقليدي على الإطلاق يعني حتى وإحنا بنعمل متطلبات أو بنعمل مقررات هنحاول بقدر الإمكان طي الزمن يمكن زمان الكليات كانت بتدي أو الجامعات كانت بتدي الأزمنة لتأسر الحصول على المعرفة والمعلومات وإحنا كنا نسافر عشان نروح مكتبات أما وإن الأمر أصبح ميسر حاليا وفي قدرة على استدعاء المعلومات بسهولة فأنا أعتقد هو يكون عامل من عوامل اختصار الزمن فلا تقلق الأزمنة يعني هتكون يعني معمولة بشكل يعطي ميزة لا ده ملوش أي علاقة بالجودة ولا بالكفاءة ولا بأن إحنا نحصل على نواتج متميزة لكن في في ذهننا موضوع موضوع الزمن وإحنا بنحدد المعايير والضوابط للحصول على الدرجات العلمية الماجستير والدكتورات والدبلومات أيضا معايير القبول إن شاء الله برضو هتكون يعني معمولة بكفاءة إن شاء الله الاستفادة من الكوادر اللي خارج المنصة أو الناس اللي حاصل على الماجستير والدكتورات ككوادر للتدريس في المنصة ده برضو في ذهننا وإحنا حتى يمكن في نقاش من النقاشات كنا بنتكلم عن المعاشات إن في بعض الجامعات بتقول إنه عضاهي التدريس ممكن يصل إلى سن المعاش وكان في نقاش مطول لهذا الأمر إحنا في المنصة لا نؤمن بهذا على الإطلاق بالعكس كل ما تقدم العالم أو الأستاذ في السن كل ما نضج وكل ما خبرته زادت وكل ما قدرته على العطاء زاد لأن ده ده أعمال عقلية مش أعمال يدوية تطلب مجهوده ولما يتقدم الشخص في السن مدام عنده يقز عقلية ومدام زهنه مخه حاضر فبالتأكيد ما فيش عائم فإحنا إن شاء الله من ضمن من ضمن أهدافنا إن شاء الله إن نحن نستعين بكل الطاقات حتى اللي مش منخارطين في جامعات وعندهم القدرة وعندهم الكفاءة إن هم يكونوا شركاء معنا إن شاء الله في التدريس موضوع موضوع معادلة المؤهلات السابقة بمؤهلات أكاديمية فكرة أكثر من رائعة وإعطاء الرخص أيضا فكرة أكثر من رائعة إحنا إن شاء الله دكتور ناصر عندنا في المنصة مسار لسه لم ينضج بعد اللي هو مسار لاتحادات اتحادات أريد الدولية للتخصصات النوعية زي اتحاد أريد مثلا للتربويين أو العلماء التربية أعتقد أنه هو هيكون من ضمن اختصاصاته بالشراكة مع الجامعات إعطاء هذه الرخص المهنية والأكاديمية ومعادلة الخبرات وتراكمها وإعطاءها شيء من الدعم حتى تصبح معادلة إن شاء الله وإن كانت الفكرة جميلة وممتازة جدا الموضوع الاعتراف زي ما تفضل أستاذ الدكتور سلوان الأساس الأساس إن إحنا عاوزين نعمل شيء مختلف مش تقليدي مش كلاسيكي مش زي الناس وده ليه أوجه مختلفة من ضمنها البرامج ومن ضمنها الشخص ومن ضمنها طريقة العمل ومن ضمنها الزمن ومن ضمنها تفاصيل كتير ومن ضمنها أيضا إن إحنا إزاي يعني تبقى جامعة رصينة ومعترف بيها بأليات مختلفة إحنا عندنا شراكات دكتور ناصر للزملاء من أكتر من 80 جامعة على مستوى العالم إزاي إحنا نستفيد من هذه الشراكات مع هذه الجامعات لإعطاء موثوقية واعتمادية إزاي إحنا نحصل على اعتمادات من أماكن مختلفة مش شرط نكون حبيسي مكان واحد أو أو مكان يعني تقليدي روتيني أنا أتفق معاك إن في علامنا العربي في تكلس في القرارات وتكلس في الإجراءات وتكلس في الاعترافات وعلشان كده إحنا وفقنا أبعد من إن إحنا نكون حبيسي الدول العربية زي ما تفضل الدكتور سلوان لا تقلق يعني إحنا في ذهننا وأنا لما لما قلت الدكتور سيف طرق الأبواب للبحث على الاعتمادية والاعترافية وآليات الشراكة طرق عدة دول قطر تركيا العمان جزر الملظيف أندونيسيا وما زال في القائمة عديد من الدول فإن شاء الله يعني لا ننطلق إلا لما نكون على أرض صلبة وما فيش جهد لا القامات العلمية والأسماء اللي موجودة المتميزة مستحيل تفرط في أسماها بأن هي يعني تكون جزء من حاجة هشة مش قوية ومش معترفية موضوع الأموال وموضوع التكلفة زي ما حضرتكم عارفين أن هذه المنصة غير هادفة للربح على الإطلاق تقريبا كل حاجة مجانية اللهم إلا بعض الشهادات البسيطة وبعض الفعاليات البسيطة لاستدامة المنصة للعمل والسرفارات والكادر الإدارة اللي موجود في المنصة اللي يقتق هذا مراتب أنا أعتقد أن إن شاء الله برضو الجامعة هتكون تنافسية بقدر اللي يمشي الجامعة ويساعد في تمتين المنصة وتقويتها وتزويد خدماتها هو ده هيكون العائد وأجور لأعضاء هاية التدريس أو للكوادر الإدارية أو لتكلفة التدريس والكلام ده كله هيكون برضو ده تنافسي إحنا حتى يا دكتور ناصر والزملاء الأعزاء إحنا بندرس إن إزاي يكون عندنا أكتر من آلية أيضا في موضوع التمويل موضوع الوقف وموضوع المنح ده هيكون شق وأعتقد إن إحنا ممكن هيكون معانا في البداية وده نقاشات دارد بيننا إن إحنا إزاي يكون معانا ناس ياخدوا منح كاملة للدبلومات والمجسير والدكتورات دون أن يدفعوا مليم واحدة أو هللة واحدة أو صاغ واحدة بأي أن كانت العملة وفي عندنا ممكن يكون شركات نصف منحة هو يشارك بنصف منحة والمنصة أو الوقف يتحمل النصف الآخر التالت إنه هو يكون بتكلفة كاملة والتكلفة الكاملة أيضا هتكون تنافسية إن إحنا برضو في ملف كامل كان لدراسة الجدوى والتكلفة والبتاع ده ولكن خروج الأشياء للنور إن شاء الله يعني كل أعمال المنصة دكتور ناصر ولكل زملاء الأعزاء كل أعمال المنصة لا يخرج شيء للنور إلا بعد دراسته ودراسة مخاطره ودراسة العقبات ودراسة التفاصيل والإجابة على أسئلة قبل أن تسأل يعني حضرتك الحاجات من اللي حضرتك بدولها إحنا تناقشنا فيها في كواليس ودهليس المجلس التأسيسي إن شاء الله إن شاء الله كلنا عشم كلنا عشم إن شاء الله إن الجامعة تخرج قوية قوية بكوادرها وقوية بآليات تدريسها إن شاء الله وبرامجها وقوية بمن ينتمي إليها أيضا من الراغبين في الحصول على هذه الدرجات العلمية إن هم يكونوا جايين مش رغبة في حمل شهادة فقط كذيكور أو كوجاهة اجتماعية ولكن يأخذ الشهادة رغبة رغبة في إنه يفيد المجتمع ويطور حياته ويطور إمكاناته شكرا لكم ومعزرة للإطالة ولكن يعني جمال مداخلاتكم هي اللدة هذه المساحة من العرض وكرر شكري تقديري لحضراتكم جميعا ولكل الزملاء المشاركين في هذا العمل الجميل اللي نسأل الله عز وجل أن يسجل في ميزان الحسنات شكرا أستاذ عبدان اللهم أمين يا رب شكرا شكرا سعادة البروف عبد الرازق بارك الله فيك نعم أساتذتنا أفاضل دكتور سعادة أحمد أحمد عبد الرازق تفضل إذا في مداخلة سعادة البروف مارو الباز إذا في مداخلة عند حضرتك تفضلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الحقيقة يعني أنا زي ما قال البروف عبد الرازق يعني معجبة بمداخلات الأستاذ ناصر أو دكتور محمد البشير وكل المداخلات اللي تمت بأكد على أن يعني كان في حد يتكلم بخصوص للزكاء الاصطناعي للموقع وكذلك التواصل الاجتماعي كل المقترحات اللي تمت من المداخلات بإذن الله هتؤخذ بعين الاعتبار والأساس في منصة أريد هو أني إحنا الأمر بيننا دايماً في شورى وفي يعني ترابط لكل الأراء اللي بتقال من أجل دعم العمل في المنصة فبأكد على إن شاء الله هناخد بهذه المقترحات وشكراً وشكراً لحضر شكراً شكراً سعادة البروف مرحباً أكتس وفي طبع الحال كلما كثرت الملاحظات والمقترحات كلما كشك لذلك غيناً وطراءً لهذا المشروع الهلمي الذي نطبح أن يكون متميزاً ومتفرداً هي غامضة من قبل مثلاً قيفية استقطاب استقطاب الطلبة المعايير الملتمدة تكلفة المادية إلى آخر هناك أمور كثيرة لم تحسن بعد وهناك أمور قيد الدراسة وقيد قيد الصمحيص إلى آخر فهناك الأمر ما زال في بدايته وما زال قيد المناقشة والأخذ والرد إلى آخر فمنطمئن سيدة الأفاضي أن الطموح يتجه إلى بناء جامعة متميزة متفردة لها من الخصوص ما يجعلها نموذجاً كما أشرت نموذجاً أمساً وإلا ما تداعي إليها إذا كان ستكون جامعة قليدية أو جامعة كباقي الجامعات فما تداعي إليها إذن فنحن نطمح إلى هذا ونرجو أن يسير الله تعالى سبول النجاح والتوفيق جزا الله الجميع خيراً على هذه المداخلات القيمة ونرجو أن لا يبخل علينا أعضاء ما ستريد بالملاحظة والاقتراح في المستقبل إن شاء الله بارك الله بارك الله بارك الله فيكم جميعاً والبروفيق والبروفيق الدحماني إلى ذلك الوقت نستودعكم الله الذي لا تضيع وضائعه ونختم بكفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام اشتركوا في القناة